بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم متسم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال مؤلف رحمه الله فصل التراويح عشونا ركعة في رمضان يجهر فيها بالقراءة وفعلوها جماعة أفضل ولا ينقص منها ولا بأس بزيادة نصاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف بعدما تحدث عن الوتر وعن السنن الرواتب شرع بعد ذلك في الحديث عن صلاة التراويح وصلاة التراويح هي أحد السنن المؤكدة التي لها اسم خاص وهو التراويح وسيأتي سبب تسميتها بذلك وهي داخلة في قيام الليل إذ قيام الليل يشمل النافلة المطلقة كلها ويشمل بعض السنن المقيدة كالتراويح وأحياء ما بين العشاءين ويدخل فيها كل ما كان صلاة من بعد غروب الشمس وصلاة المغرب إلى طلوع الفجر كما مر معنا ولذلك فإن أقرب الوجهين أن الوتر داخل كذلك في قيام الليل وسيأتي الإشارة لخلاف فيما يتعلق بالوتر وقول المصنف التراويح عشرون ركعة أي يسنوا صلاة التراويح وهذه السنية لصلاة التراويح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلىها وحده وصلىها بأصحابه ثلاثة ليالي أو أربع على اختلاف الرواية الواردة في ذلك ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركه هنا لا يشرع التأسي فيه لأن التأسي كما يكون بفعله فإنه يكون بتركه ولكن بشرطين الشرط الأول أن ينقل لنا الترك والشرط الثاني أن لا يكون الترك ذلك معللا وهذا الترك لصلاة التراويح جماعة معلل بخشية أن يشق على أمة محمد بإيجابها وفرضها وقوله عشرون ركعة أي أن المستحب أن تصلى عشرين ركعة لما جاء في حديث يزيد بن رومان في موطأ الإمام مالك أن الصحابة كانوا يصلونها عشرين ركعة وتقدير الصحابة لها بهذا العدد الظاهر من فعلهم أنهم أخذوه توقيفا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا يشهد له ما روى أبو بكر بن عبد العزيز أبو بكر جعفر بن عبد العزيز أو أبو بكر بن عبد العزيز في كتابه الشافي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة فإن كان هذا الحديث ثابتا فإن عمل الصحابة رضوان الله عليهم يكون مستندا إليه والعلم عند الله عز وجل وقول المصنف عشرون ركعة أي فقط من غير زيادة عليها ولا نقص عنها هذا هو الأتم والأكمل وأما الزيادة والنقص عنها فسيأتي ما يتعلق بحكمه ما في كلام المصنف بعد قليل قول المصنف يجهر فيها بالقراءة تعبير المصنف بأنه يجهر فيها بالقراءة أي يجهر في كل الركعات ولا يقتصر الجهر على الركعتين الأوليين منها فقط دون ما عداها وتعبير المصنف يجهر فيها يشمل المصل للترويح سواء كان إماما أو كان منفردا فإنه يجهر فيها هذا هو ظاهر عبارة المصنف بينما الذي جرى عليه جماعة من المتأخرين ومنهم صاحب الغاية وقبل صاحب التنقيح أن الذي يجهر إنما هو الإمام فحينئذ يكون على تقييدهم هذا أن المستحب للإمام مطلقا الجهر وأما المنفرد إذا صلت ترويح وحده في بيته مثلا أو في المسجد فإنه يكون على الخلاف المعروف في البناء على الأصلح فيكون الأصلح له الجهر أو الأصلح له الإسرار بناء على ما سيأتي إن شاء الله في محله ما يتعلق بالجهر في النافلة وقوله وفعلها جماعة أفضل أي أن فعل صلاة الترويح جماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وترك الجماعة وبقي يصليها وحده عليه الصلاة والسلام فدل على أنها تفعل جماعة وفرادة ولكن الأصل أنها تصلى جماعة فلذلك فإن الترويح تصلى في رمضان خاصة ولا تصلى في غيره عشين ركعة والأفضل فيها أن تصلى جماعة وفي المسجد كذلك وسيأتي التنصيص على المسجد في كلام مصنف لكن بعد بضعة جمل وقوله وفي المسجد أفضل عفن في الجماعة أفضل يدلنا على أنها يجوز أن تصلى فرادة هذا مفهومها من غير كرهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل مكروها ثم قال المصنف ولا ينقص منها أي ولا ينقص من العشرين ركعة فالأصل أن لا ينقص من العشرين وهذا هو مشهور المذهب أن السنة أن لا ينقص عن العشرين وإنما يجوز له الزيادة عليها كما سيأتي لاختلاف الأحاديث في الزيادة وأما النقص عنها فلم يرد فيها حديث أي في الترويح إلا حديثا معلولا أن الصحابة كانوا يصلون عددا أقل من العشرين وتختلف في إسناده وهذا معنى قوله ولا ينقص منها أي من العشرين لكن لو نقص فهو جائز لأنها سنة ونقص عن ذلك فهو جائز لكن السنة أن لا ينقص عن العشرين ركعة وقول المصنف ولا بأس بالزيادة أي على العشرين فيزيد إلى ثلاثين أو أقل أو أكثر إلى أربعين قوله نصا أي نص عليه أحمد وذلك بقول أحمد وفعله فأما قوله فقد قال أحمد أو قال أحمد فيما نقله عنه إسحاق بمنصور كوسج أنه سأله كم ركعة نصلي في قيام رمضان فقال أحمد قد قيل فيه ألوان يروى نحو من أربعين إنما هو تطوع فلك أن تزيد لأنه اختلف في النقل في عديد الركعات وأما فعله فقد قال عبد الله رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي أي من الركعات من الركعات ما لا أحصي فدل على أنه يجوز زيادة هو النص من مذهب أحمد نحن نقول ليس هذا دليلا وإنما هو بيان لمذهب أحمد في المسألة ومر معنا في الدلس الماضي هل الفعل يكون مذهبا أم يقتصر على القضاء نعم يسلم من كل ركعتين نعم قول المصنف يسلم من كل ركعتين أي يستحب له أن يسلم من كل ركعتين وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الترويح أنه يصلي ذلك والقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال صلاة الليل مثنى مثنى فدل ذلك على أن السنة أن تصلى الترويح ركعتين ركعتين وهذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عن من بعدهم لكن لو أراد الإمام أن يزيد عن ذلك فنقول إن هذا على خلاف السنة وقد ذكر ابن مفلح أن الإمام أو المنفلد إذا صلى الترويح وزاد عن ركعتين بأن أراد أن يسلم من كل أربع قال ابن مفلح فظاهر كلامهم أنها كغيرها من الصلوات أي من صلوات الليل فيجوز الزيادة عليها هذا كلام ابن مفلح ووضحه ابو قندس فقال أي من التطوع بأكثر من مثنى ليلى والمرجح جوازه واختار الشيخ عدم جوازه هذه هي المسألة التي فيها خلافة تكون من قال بعدم جواز ذلك كالشيخ فيما نقله عنه ابن قندس لا يصح وأما المشهور فإنه يجوز التنفل في الليل بركعتين ركعتين وأربعا أربعا ونحو ذلك وقد ألحق به بالمفلح صلاة الترويح نعم وإن تعذرت الجماعة صلى وحده ينوي في أول كل ركعتين نعم ها تاني مسألتان المسألة الأولى قوله وإن تعذرت الجماعة صلى وحده هنا عبر المصنف بجواز الصلاة منفردا للترويح بأنها إذا تعذرت الجماعة وهذا يدلنا على أن الأصلة في صلاة الترويح أن تصلى جماعة بل إن عبارة المصنف هنا أنها لا تصلى فرادة إلا عند تعذر الجماعة وهذا يدل على تأكيد الجماعة تأكيد الجماعة ولكن تصح وحدها ولكن عند وجود العذر كما عبر المصنف المسألة الثانية في قوله ينوي في أول كل ركعتين هذه فيها مسائل المسألة الأولى قوله ينوي المراد بالنية أي نية صلاة الترويح وهي نية أحد أمرين إما أن ينوي أن ما سيصليه من الترويح أو أن ينوي أن ما سيصليه من قيام الليل نص على هاتين النيتين ابن النجار في شرحه على المنتهى فنص على التخيير بين هاتين النيتين فهو ينوي أحد الأمرين فمجرد نيته بأنها من قيام الليل تكون كافية هذه المسألة الأولى المسألة الثانية في قوله ينوي في أول كل ركعتين هذا يدل على أن النية تتجدد مع كل ركعتين أو بعد كل تسليمة وافتتاح الركعات التي بعدها فيكون بعد كل تسليم وافتتاح ركعتين بعدها فإنه ينوي لهما نية جديدة وهذا هو المشهور عند المتأخرين ونقل صاحب الإنصاف قولا آخر أنه تكفي نية واحدة في أول الصلاة أي في أول صلاة الترويح كلها فهذه النية تستصحب حكمها فيما بعدها فيستصحب حكمها فيما بعدها نعم هذا اللي نقل صاحب الإنصاف فيقول أصلي ركعتين من الترويح المسنونة نعم فيقول أي فيقول في نفسه من غير التلفظ ويكون ذلك سرا فيقول أصلي ركعتين من الترويح المسنونة هنا قوله أصلي ركعتين من الترويح ركعتين بناء على أنهم اشتريطون تجديد النية واستصحاب ذكرها في أول كل ركعتين وهذا أخذناها من قوله أصلي ركعتين وقوله من الترويح ظاهر وكلام مصنف أنه يلزم أن ينوي أنها صلاة الترويح بينما ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى بيّن أنه ينوي إما أنها من الترويح أو ينوي أنها من قيام الليل وقوله المسنونة لأنها ليست فرضا وهذا بناء على تعين الفرضية والنافلة التي سبق الإشارة إليه نعم ويستريح بعد كل أربع بجالسة يسيرة ولا بأس بتركها أي ولا بأس بترك تلك الاستراحة هذه الاستراحة هي التي لأجلها سميت الترويح بهذا الاسم ترويح وهذه الاستراحة ظاهر كلام المصنف أنها مستحبة ولذلك اشتق من هذا الفعل اسم الصلاة فسمي الترويح وذلك قال ويستريح أي ويندب كما يندب صلاة الترويح يندب أن يستريح بعد كل أربع ركعات بجلسة يسيرة هذه الجلسة يجوز له أن يطوف فيها يجوز له أن يتحدث فيها يجوز له أن يدعو كما سيأتي بعد قليف ما يتعلق بالدعاء عند بعض أهل العلم ولكن لا يجوز له أو يكره له أن يتنفل في هذه الفصل بين الركعات في الترويح وقوله ولا بأس بتركها أي أن ترك هذا ليس مكروها ولكن الأولى له أن يستريح ولو شيئا يسيرا ولا يدعو إذا استراح ولا يكره الدعاء بعد التراويح نعم قوله ولا يدعو إذا استراح قوله لا يدعو ليس معناه الكراهة وعدم مشروعية وإنما معنى قوله ولا يدعو أي لا يسن هكذا صرح مرعي في الغاية بأن قول المصنف لا يدعو فالسراه هناك بأنه لا يسن وسيأتي مما يدل في المسألة التي بعدها على جواز الدعاء بين الترويحات أو بين التسليمات وقول المصنف ولا يكره الدعاء بعد الترويح هنا بيّن أنه لا يكره هذا خلافا لابن عقيل حيث قال بكراهية الدعاء بعد صلاة الترويح وحيث قيل بعدم كراهية الدعاء بعد صلاة الترويح فكذلك قالوا في أجزائه وأبعاظه فلو جلس بين الترويحات بين أربع الركعات أو بين الركعتين فدعا فإنها تأخذ حكم ما يكون بعدها نص عليه جماعة من المتأخرين فدلنا ذلك على أن الدعاء بين الترويحات هو مباح ولكنه ليس مسنونا كما صرح به مرعي وغيره نعم وهذا معنى قوله ولا يدعوه ذلك من الإشكالات دائما إذا جاء النفي هل النفي هذا قد يكون نفي تحريم أو يكون نفي كراهة أو نفي مسنونا سنية أو نفي خلاف الأولى ومعرفة أحد هذه الأنواع الأربع يحتاج فيها الرجوع إلى المطولات وإلى من صرح بالحكم في غير ذلك الكتاب الذي أجملها نعم ووقتها بعد العشاء نعم قوله ووقتها أي ووقت صلاة الترويح بعد العشاء هنا عبر مصنف بعد العشاء لأن هذا هو وقت مشروعيتها وبناء على ذلك فإن من صلى العشاء ثم صلى الترويح ثم بان له أنه صلى العشاء على غير وضوء فصلاته باطلة فيلزمه إعادة صلاة العشاء وحينئذ فيشرع له ويندب أن يعيد الترويح لأن الترويح لم تصادف وقتا وكل عبادة فعلت قبل دخول الوقت فإنها غير صحيحة فيه وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني نعم قوله وسنتها أي ووقتها بعد العشاء وجوبا وبعد سنة العشاء لكن ندبا إذن قوله وسنتها أي ويكون وقتها بعد سنة العشاء البعدية لكنه ليس وجوبا ولكن ندبا وهذا نستفيد منها مسألة قد يقع فيها بعض الإخوة وهو أن بعض الناس قد يدخل مع الإمام في صلاة الترويح وينوي في أول ركعة أنها السنة البعدية وعند الفقهاء أن هاتين السنتين لا تتداخلان الترويح لا تتداخل مع السنة البعدية فحينئذ يكون قد فوت إحدى السنتين وهي السنة البعدية لأنه لا يشرع فيها صلاة الجماعة في الجملة وعلى ذلك فالأولى بالمسلم وإن كان قد تأخر عن صلاة الترويح أن يصلي السنة البعدية على سبيل الانفراد ثم يدخل مع الإمام ولو فاتته ركعة أو أكثر من ركعة لأن السنة البعدية للعشاء أفضل من صلاة الترويح إذن قوله هو سنة هاء سنة الترويح كما مر معنا وأن هذا يتعلق بندب والوقت لا بالوجوب وقول مصنف قبل الوتري هذا هو منتهى صلاة الترويح ومنتهى صلاة الترويح له وقتان وقت وجوب ووقت ندب ومعنى قولنا وقت وجوب أن يجب أن تصلى لكي تكون الصلاة صحيحة قبل انقضاء هذا الوقت ووقت الوجوب الذي يشترط لصحة صلاة الترويح أن تصلى قبل انقضائه هو طلوع الفجر الثاني وهذا معنى قوله قبل الوتري إلى طلوع الفجر الثاني فإذا طلع الفجر الثاني وهو الصادق فلا يشرع صلاة الترويح لأنه قد انقضى وقتها وأما المندوب فإن السنة أن يصليها قبل الوتر وهذا يدلنا على أن من صلى الوتر ثم أراد أن يصلي الترويح بعدها صح ولكن الأفضل في حقه أن يصلي الترويح قبل الوتر وسيأتي أن فعلها في أول وقت أفضل وفعلها في مسجد وأول الليل أفضل نعم قوله وفعلها في مسجد أفضل من فعلها في غير المسجد ولو كان جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده صلوا الترويح في مسجده صلوات الله وسلامه عليه وقوله أول الليل أفضل أي تصلى الترويح في أول الليل أفضل هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه واختاره ولأن في ذلك مصلحة والمصلحة هي أن لا يتفرق الناس فيصلي عمومهم هذه الصلاة ويستمعون قبل نومهم وقبل ذهابهم إلى فرشهم فتكون المصلحة فيه أكثر والنشاط فيه أقوى كذلك وحضور الجماعة أكبر وهو الذي اختاره الصحابة رضوان الله عليه ويوتر بعدها في الجماعة بثلاث ركعات نعم قوله ويوتر المراد بهذا المسألة الوتر جماعة الوتر جماعة فالمصنف يقول إنه استحب لمن صلى الترويح أن يوتر بعدها في الجماعة فيصليها مع الجماعة مع جماعة سواء الذي صلى بهم الترويح أو غيرهم من الجماعة بأن يتغير الإمام فيصلي بهم الوتر إمام غير الإمام الذي صلى بهم الترويح مثل ما يحدث أحيانا في الحرمين مكة والمدينة قوله بثلاث ركعات فيصلي بهم ثلاث ركعات لأن الصحابة رضوان الله عليه كانوا يفعلون ذلك يصلون عشرين ركعة ثم يوترون بعدها بثلاث وكان أبي يصلي بهم الترويح عشرين ولا يصل الوتر معهم وإنما يصله في بيته وسيأتينا في من أراد أن يتهجد بعده فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده وإلا صلىه قال المصنف إن كان له تهجد معنى قوله فإن كان له تهجد أي له صلاة في آخر الليل وسيأتي في كلام مصنف قريبا ما معنى التهجد جعل الوتر بعده وإلا صلىه من أراد أن يصلي بعد الترويح صلاة أخرى والإمام الذي صلى معه الترويح يوتر لأن هناك من لا يوتر مثل ما نراه في مكة والمدينة مؤخرا فإن صلاة أول الليل يصلون الترويح بلا وتر وقلت مؤخرا لأنه قبل نحو عشرين سنة كانوا يوترون وترين وتر في أول الليل ووتر في آخره فإذا صلى الشخص مع إمام الترويح وكان الإمام يوتر وأراد ذلك الشخص أن يصلي صلاة بعده فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون له ثلاث حالات وإن شئ تقول أربع مع الصورة الممنوعة بهذا الترتيب أول هذه الحالات أن الأفضل له أن يخرج ولا يصلي الوتر مع الإمام وهذا الذي فعله أبي رضي الله عنه وذكرت لكم الأثر المنقول عنه في ذلك قبل قليل وهذا هو الأفضل وهو الذي نص عليه المصنف هنا حينما قال فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده أي لم يصلي الوتر معهم وإنما صلى وحده بعد تهجده في آخر الليل وقد نص صاحب الغاية مرعي أن هذه الصيغة وهذه الصفة هي الأفضل فحينئذ تكون هي الدرجة الأولى في الأفضلية لمن أراد أن يصلي بعد صلاته الترويح مع الإمام الدرجة الثانية أن يصلي مع الإمام الوتر ولكن يشفع الوتر بركعة فحينئذ حينما يوتر الإمام بثلاث هو يصلي أربعا فيصلي أربعا فيزيد ركعة وهذا ثبت عن بعض الصحابة رضونا الله عليهم ونص عليه المصنف بعد ذلك فقال فإن أحب متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى أي فيزيد ركعة أخرى وهذه من الصور المعدودة التي ستأتينا إن شاء الله في كتاب الإمامة التي يجوز فيها مخالفة أفعال الإمام الأصل أن المأموم لا يجوز له أن يخالف أفعال الإمام في عد الركعات إلا في مواضع معدودة كصلاة الخوف ومنها هذه المسألة أو الصورة الصورة الثالثة أو الدرجة الثالثة لنقول الصورة الثالثة لنقول الدرجة الثالثة في الأفضلية والجواز هي جائزة لكنها أقلها أفضلية أن يوتر مع الإمام ويسلم بتسليمه ثم يصلي تهجده وصلاته في آخر الليل شفعا بلاوتر لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وترين في ليلة فقال لا وتران في ليلة وهذه الصورة الثالثة نصر عليه المصنف بعد ذلك فقال ومن أوتر ثم أراد الصلاة بعده أي بعد الوتر الذي أوتره سواء منفردا أو بجماعة لم ينقض وتره بركعة وصلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر ولم يوتر فيصلي شفعا مثنى مثنى ولا يوتر بركعة هذه هي الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة وهذا منهي عنه وهو نقض الوتر بركعة ومعنى هذا أن يصلي المرء مع إمامه الوترة أو يصلي وحده الوتر ثم إذا أراد أن يتهجد آخر الليل افتتحه بركعة لتكون هذه الركعة ناقضة للوتر الذي قبله فحينئذ يحرم بركعة واحدة ينوي بها نقض الوتر الذي صلاه في أول الليل فتكون هذه الركعة التي أحرم بها مع الركعة السابقة شفعا هذا النقض ورد النهي عنه عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لا وتراني في ليلة فمن مفهوم الأولوية لا ثلاثة أوتار في ليلة وهذا فهم أولوي فدل على أن النقض غير مشروع إذن هذه أربع درجات نصة عليها المصنف في كلامه السابق ويكره التطوع بين التراويح لا طواف بينها ولا بعدها ولا تعقيب وهو التطوع بعد التراويح والوتر في جماعة سواء طال ما بينهما أو قصر نعم يقول المصنف يكره التطوع بين التراويح يعني بين التسليمتين يعني بين كل ركعتين أو بين كل تسليمتين حينما يتروح ويستريح بجلسة ولو طالت لا يستحب بل يكره للمأموم أن يصلي وهذا تكره ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كرهوا ذلك وقوله لا طواف بينها أي لا يكره الطواف بينها وقد نص أحمد على ذلك بناء على الإجماع الفعلي لأهل مكة فإن أهل مكة كانوا إذا تروحوا بين في صلاة التراويح يطوفون بالبيت وحينئذ نقول إنما تبع الطواف أخذ حكمه من باب التابع إلى الاستقلال فمن طاف بين تسليماتي صلاة التراويح سبعة أشواط شرع له أن يصلي ركعته الطواف فهذا من باب التبع وركعته الطواف تأخذ حكم الطواف من باب التبع في أحكام تنفرد بها عن جميع صلاة النافلة من ذلك أنه يجوز أن تفعل عن الحي فتفت صلى عن الحي ركعته الطواف في من حج أو اعتمر عن الحي أو كذلك الميت وهكذا ويستحب أن لا ينقص عن خلال طبعا هنا قوله لا طواف بينها سواء طافهم مع إمامهم أو طافوا دون إمامهم فكل ذلك مشروع وقوله ولا تعقيب أي ولا يكره التعقيب هذا هو المعتمد في مذهل إمام أحمد أنه لا يكره التعقيب فسر المصنف التعقيب بأنه التطوع بعد التراويح والوتر في جماعة إذن التعقيب هو ما جمع وصفين الوصف الأول أن يكون بعد التراويح والوتر معا ليس بعد التراويح وقبل أن يصل الوتر فإن هذا ليس ممنوعا فيه لا يسمى تعقيبا لا يسمى تعقيبا وليس ممنوعا كذلك ولكن التعقيب الذي فيه خلا بين أهل العلم هو صلاة الجماعة بعد الترويح وبعد الوتر كما ذكر المصنف بعدهما معا لأن من كرهه من الفقهة وهو إحدى الروايتين ومشي عليها جماعة حتى من المتأخرين يقولون إن المكروه هو أن يصلى بعد الوتر جماعة وغير المكروه هو أن تصلى جماعة قبل الوتر إذن هذا القيد الأول في التعقيب أنه تصلى بعد الترويح والوتر معا القيد الثاني أن تصلى جماعة لأنه مر معنا قبل قليل أنه يجوز للمرء أن يتطوع شفعا منفردا بعد الترويح والوتر يجوز له ذلك فلا يسمى هذا تعقيبا فهذه الصورة فيها وجهان والخلاف فيهما قوي ولكن المعتمد في مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف أنه ليس مكروه وهذا قوله ولا تعقيب أي ولا يكره التعقيب في صلاة الليل من رمضان وهو التطوع بعد الترويح والوتر جماعة قوله سواء طال ما بينهما أو قصر سواء طال الفصل بين التعقيب وبين الوتر أو قصر فمن حين سلم الإمام قامت جماعة أخرى وصلوا في آخر المسجد أو خارج المسجد أو في مسجد آخر فكل ذلك ليس داخلا في الكراها بل هو جائز ما لم يكن فيه جمع لووترين كما سبق معنا هذه المسألة ذكر بن مفلح لما ذكر هذه المسألة أن ظاهر كلامهم حينما ذكروا هذا الشيء أنه يجوز وعبارته لا بأس بالترويح في مسجد واحد وفي مسجدين في التعقيب في الترويح في مسجد واحد وفي مسجدين ولذلك فإن بعضا لما اعترض على من يصلي في رمضان في وقتين مختلفين في أول الليل وفي آخره رد على ذلك الشيخ عبد الله أباطين في رسالة طبع جزء منها في الدرر وقال إن هذا أولا ليس هو داخل في التعقيب إن قيل إنه تعقيب فليس هو داخل في التعقيب المكروه بدليل أن المعتمة المذهب أنه ليس مكروها استدل بكلام الفقه هنا والأمر الثاني أنه على القول بكراهية التعقيب فإن مرادهم بالتعقيب هو أن يصلى بعد الوتر وحينئذ نقول إن من صلى الجماعة الأولى الأولى له أن لا يوتر ليصلي الجماعة الثانية مع الجماعة الثانية فيترك الوترة أو يشفع الوترة بركعة لكي لا يتحقق له كراهية التعقيب إن من يقول به وقد جاء عن بعض السلف كسعيد بن جبيد رحمه الله تعالى فيما نقله ابن بي شيبة ونقله الشيح عبد الله في رسالته أنه كان يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن سعيدا من التابعين فكانت إذا جاءت العشر زاد في الركعات وجعلها في آخر الليل فدل على أن الصلاة في العشر خاصة وزيادة الركعات وقد يكون قسمها إلى قسمين أو أكثر أنه مشروع وإنما محل الإشكال في قضية من صلى الوترة في التراويح الأولى هل يشرع له أن يصليها جماعة في الثانية هذا الذي فيها الخلاف ومشهور مذهب أنه ليست مكروحة ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح ولا يزيد نعم قوله ويستحب أن لا ينقص عن ختمة في التراويح نص عليه أهل العلم قال ويستحب لأن عمر رضي الله عنه أمر بختم القرآن في التراويح وهذا فعل الصحابة ظاهر واشتهر دل على استحبابه قوله ولا يزيد أي ولا يستحب له أن يزيد عن ختمة وهذا الحكم متعلق بالإمام لا بالمنفرد لأن المنفرد أمير نفسه وإنما الإمام هو الذي يستحب له أن لا يزيد عن ختمة قال المصنف إلا في حال يجوز ويندب له الزيادة أن يؤثروا يعني أن المأمومين خلف ذلك الإمام يؤثروا الزيادة فيرون أن الزيادة مرغبة لهم لرغبتهم فحينئذ نقول ما زاد إذا زاد الإمام عن ختمة فيشرع له أن يستأذن من يصلي خلفه هل يزيد عن الختمة أم لا وأما الختمة فإن هذه مستحبة وقد أمر بها عمر فلا يستأنس برأي الناس استثقلوها أو لم يستثقلوها فإنه يشرع ويستحب كما بيّن المصنف لفعل الصحابة أن يكون في رمضان ختم القرآن مرة ويبتدئها أول ليلة بصورة القلم بعد الفاتحة لأنها أول ما نزل فإذا سجد قام فقراء من البقرة وعنه أنه يقرأ بها في العشاء الآخرة قال الشيخ وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدئ بها التراويح نعم هذه المسألة يقول مصنف ويبتدئها أي ويستحب أن يبتدئ صلاة التراويح أول ليلة أي أول ليلة من رمضان وهذا نستفيد من حكم في غير السياقة أن صلاة التراويح تشرع في الليلة التي يكون رمضان بعدها في الليلة التي بعدها يكون فيه رمضان وهذا معنى قوله يبتدئها أول ليلة يعني آدن سيكون أول صيام من رمضان بصورة القلم وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق بعد الفاتحة يقرأها بعد الفاتحة قال لأنها أول ما نزل من القرآن وقد نزل القرآن في رمضان فناسب أن يقرأ بأول ما نزل وهذا الاستحباب قبل أن ننتقل ما بعدها وهذا الاستحباب نص عليه الإمام أحمد في منصوصه وقد ذكر جماعة من الأصحاب منهم منصور أن الإمام أحمد حينما نص على ذلك الظاهر أنه بلغه فيه أثر عن الصحابة وأن هذا الأثر لم يصلنا وهنا أريد أن أقف على مسأله ذكر جماعة من أهل العلم ومنهم ابن ماكولا والسمعاني وغيرهم أن الإمام أحمد في معرفته بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له قصب السباق في ذلك ولكن قد يوافقه في معرفة علاة الأحاديث وطرقها عدد من الأئمة بل ربما فاق بعضهم علم أحمد فيه وأما أحمد فقد تميز بأمر لم يجاره فيه أحد وهو علمه بآثار الصحابة وأخبارهم فكان من أعلى من الناس بذلك وهذه المسألة مهمة جدا أن أحمد كان معنيا بعلالها الإسنادية وعلالها الفقهية ولذلك فإن أغلب فقه الإمام أحمد مبني على أقوال الصحابة رضوان الله عليه أنا أقول هذا لما لأن أحمد في كثير من المسائل كان يقول لم أسمع فيه شيئا ولم ينقل فيه شيء وكان ينفي كثيرا من الأحكام لعدم نقل أثار له حول ذلك وهنا نص أحمد على ذلك لذلك استظهر الشيخ منصور البهوتي أن أحمد ربما وصله أثر لم يصلنا وكم من الآثار التي نفاها كثير من طلبة العلم ثم طبعت بعد ذلك كتب فبانت تلك الآثار في تلك الكتب ومنها ما ذكرت لكم في الدرس الماضي ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما القنوت للأئمة أو لأئمتكم فإن قنتوا فقنتوا إلا فلا كان بعض طلبة العلم ينكر هذا الأثر وأنه لا وجود له ووجد في بعض الكتب التي طبعت مؤخرا التي ألفت في غرائب ما رواه مالك في خارج الموطأ طبعا نقل هذا الأثر ابن حجر في لسان الميزان الأثر الأول أعني طيب يقول المصنف إنه استحب أن يقرأها في أول ركعة من الترويح فإذا سجد قوله إذا سجد يعني سجد للتلاوة في آخر سورة القلم قام من سجود التلاوة فقرأ من البقرة فاستفتع فقال ألف لاميم ذلك الكتاب إذن هذا الصيغة الأولى لأنها ظاهر عبارتهم قال وعنه أي وعن أحمد في ذلك هنا وعنه هذا فهم من نفس النقل عن أحمد لأن الرواية المنقولة عن أحمد هي نقلها إبراهيم بن حارث وقد ذكر ابن مفلح أن الذي نقله إبراهيم بن حارث أنه يقرأ بها في العشاء الآخرة ونص الرواية نقلها ابن أبي يعلى في الطبقات وبناء على ذلك فقال وعنه أنه يقرأ بها أي بسورة القلم في عشاء الآخرة يعني في صلاة العشاء التي تكون سابقة لصلاة الترويح قال الشيخ يعني تقي الدين بن تيمية وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدئ بها أي بسورة القلم في الترويح هذا أنسب لأن قراءتها في العشاء قد تكون أنسب من قراءتها في الترويح لأن الأصل أن قراءة الترويح تكون لختم القرآن من أوله هكذا ذكر الشيخ فكأن الشيخ تقي الدين يميل لذلك وهو الذي مال له أيضا العلامة محمد بن مفلح ويختم آخر ركعة من الترويح قبل ركوعه نعم يقول المصنف ويختم أي ويختم القرآن آخر ركعة من الترويح قبل ركوعه ختم القرآن في الترويح سنة فيسمع من خلفه القرآن كاملا ويكون المندوب ختمه لها في آخر ركعة من الترويح يجعلها ليس في أول صلاة الليل وإنما يجعلها في آخر ركعة ويكون بعدها الشفع والوتر الذي هو الوتر التابع وهكذا يقول يجعلها آخر ركعة من الترويح قبل ركوعه يعني قبل أن يركع فيقرأ الناس فيجعل هذه الصورة في آخر ركعة من الترويح في تلك الليلة التي يريد أن يختم ثم قال نعم ويدعو بدعاء القرآن ويرفع يديه ويطيل ويعظ بعد الختم قوله ويدعو بدعاء القرآن يعني إذا ختم القرآن فإنه يدعو قبل الركوع فيشرع الدعاء في هذا الموضع وهذا الدعاء الذي شرع في هذا الموضع هو ظاهر الاستحباب عند أهل العلم لأن أحمد وقبل سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة ذكر أن أهل مكة ما زالوا يختمون القرآن في صلاتهم أي على هذه الهيئة وهذا أيضا من الإجماع الفعلي نصح التعبير بتسميتي إجماعا على استحباب أن يكون الختم في صلاة الترويح نفسها وقول المصنف ويدعو بدعاء القرآن المراد بدعاء القرآن هو الأثر المروي فقد نقل ابن الجزري أن بعض المصنفين صنف في فضائل القرآن ونقل أثرا في ذلك وحكم عليه ابن الجزري بأنه معضل وهو نصه هكذا ويسمى بدعاء القرآن يقوله عند ختم القرآن اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهودا ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أنا الليل والنهار واجعله حجة لي يا رب العالمين هذا الدعاء استحب الفقهاء أن يدعى به عند ختم القرآن هذا يسمى دعاء القرآن وجاء فيه أثر لكن ذكر ابن الجزري أنه معضل بمعنى أن فيه سقطا كثيرا بين الرجال في إسنادهم هذا معنى قوله دعاء القرآن قوله هو يرفع يديه أي ويستحب رفع اليدين لأنه دعاء وهو محل رفع اليدين ويطيل الدعاء بالشروط السابقة ما لم يكن الدعاء بملاذ ذات الدنيا ما لم يكن فيه خطاب لآدمي لغير الله عز وجل بكاف الخطاب وأن لا يكون فيه كلام الدنيا من الوعظ وغيره الذي يفسد الصلاة وقول المصنف ويعظ بعد الختم يعني إذا سلم من صلاة الترويح تلك فإنه يشرع له أن يعظ بمعنى أنه يعني يذكر النس بما فيه تقريب إلى الله عز وجل إما بالقرآن أو في رمضان أو ما يتعلق به وهذا أيضا استدل أحمد بتتابع عمل أهل البصرة عليه فقد قال أحمد لا بأس بالرجل يتكلم عند ختم القرآن في شهر رمضان فيثني أي على الله عز وجل ويعظ ويدعو قال وعامة البصريين يفعل ذلك فهو باب الاستدلال بالعمل المتتابع الموروث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأحمد أدرك الطبقة الثالثة بل جاء في بعض الأخبار ثم الذين يلونهم فمثل هذه القرون الفاضلة عملها يختلف عن عمل غيرها وذلك قرر المحققون أن من قال بحجية عمل أهل المدينة إنما محله في القرون الفاضلة فقط دون ما عداها من القرون لأن المحدثات في تلك القرون كانت أقل ولا شك أنها معدومة في عهد الصحابة ثم أقل ما تكون في من تبعهم ثم إلى القرون الثلاثة الفاضلة وهكذا والمراد بالقرن كما تعلمون هم الطبقة فالصحابة الأول والتابعون الثاني وتابع التابعين هم الثالث نعم وقلت أن أحمد أدركهم لماذا؟ لأن لما جمع الثلاثيات أحمد كانت كبيرة فدل على أنه أدرك الطبقة الثالثة وربما أدرك الثانية فيما قيل نعم وقيل له يختم في الوتر ويدعو فسحل فيه نعم قوله وقيل له أي وقيل لأحمد هل يختم في الوتر ويدعو أي يجوز له أن يؤخر ختمه فيجعله في الوتر فيقرأ القرآن ويبقي صورا يجعل هذه الصور لنقول مثلا آخر ثلاث صور فيجعلها في شفعه ووتره في آخر ثلاث ركعات ويجعل الناس في آخرها ثم يدعو بعد ذلك فسحل فيه أي أن ذلك سهل وهو جائز هذا معنى قوله ذلك قال في الحاول الكبير لا بأس به نعم قال في الحاول الكبير المراد في الحاول الكبير لأبي طالب البصري ابن عبد لياني ونص أبي طالب قال إن جعله في الوتر ودعا في موضع القنوط فلا بأس فالنقل الموجود في الحاول الكبير زيادة وجعله في القنوط فدلنا ذلك على أن من جعل ختمه في ووتره يجوز له الأمرا إما أن يختم قبل ركوعه وإما أن يختم بعد ركوعه فيجعله في موضع القنوط فكلاهما جائز فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا نعم هذا الفصل أورده المصنف يعني تابعا لترتيب صاحب الفروع لأن صاحب المنتهى أجله بعد كل صلاة التطوع أو كل الأحكام التي ستأتي بعد ذلك وهي متعلقة بأحكام القرآن وآدابه أول مسألة أوردها المصنف قال يستحب حفظ القرآن إجماعا هذا بإجماع أهل العلم حكا جماعه أنه استحب حفظه والمراد بحفظه إما حفظ جميعه فهو مستحب وآكد أو حفظ بعضه فالمرء كلما حفظ آية فقد نال شيئا مستحبا وحفظه فرض كفاية إجماعا قوله وحفظه أي وحفظ جميعه منذوب للجميع ولا شك ولكنه فرض كفاية إجماعا كذلك فإذا فعله البعض ولو كان واحدا سقط به الوجوب عن الباقي وقول المصنف وحفظه تحتمي الاحتمالين طبعا هنا الحفظ بمعنى حفظ القلب فقوله حفظه هنا تحتمي الاحتمالين الاحتمال الأول أن يكون من سقط به فرض الكفاية يحفظ جميعه وهذا الاحتمال هو الذي مال إليه مرعي في الغاية وبيّن أنه لا يسقط فرض الكفاية إلا بحفظ واحد لجميع القرآن والاحتمال الثاني الذي نفاه مرعي هو أن يحفظ الكل الكل فيكون بعضهم يحفظ جزءا وبعضهم جزءا وبعضهم جزءا في الزمان الواحد ولكن الذي صرح به مرعي وجزم به وجعله اتجاها عنده هو ما ذكرته لكم نعم وهو أفضل من سائل الذكر نعم قوله وهو أفضل من سائل الذكر لا شك أن القرآن كلام الله عز وجل وهو أفضل من سائل الذكر كله كل الأذكار هو أفضل منها وجاء في بعض الآثار وهو قول أبي عبد الرحمن السلم وذلك أن فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر وهذا من قول أبي عبد الرحمن وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كما بيّنه جماعة من المحققين منهم بالجوزي والشيخ تقيد وغيرهم وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل هو الأفضل ولا شك وقد جاء في خبر عطيه عن أبي سعيد من شغله ذكري عن مسائلتي أعطيته أفضل هنا استثنى جزم بهذا الاستثنى جماعة منهم منصور ومرعي منصور في الكشاف ومرعي في الغاية أنه استثنى من ذلك شيء واحد وهي الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمقيدة بمحال معينة فحينئذ نقول إن الذكر دبر الصلوات أفضل من القراءة القرآن فيها وإن الذكر في الأوقات التي جاء فيها ذكر معين أفضل أفضل من القرآن وهذا صحيح بدليل أن هناك أذكار في أثناء الصلاة في مواضع لا يجوز فيها قراءة القرآن نهينا عن قراءة القرآن ركوعا وسجودة ووردت فيها أذكار أخرى فإذا كان هذا في الواجب فالمندوب مثله نعم وأفضل من التوراة والإنجيل وبعض هو أفضل من بعض قوله وأفضل من التوراة والإنجيل ولا شك لأن القرآن ختم بالله عز وجل به الكتب وهو أفضلها عبارة وأفضلها معنى وقد خصن الله عز وجل به بتفضل منه وكرما وقول المصنف وبعضه أفضل من بعض هذه بنا ألف فيها الشيخ تقيدي رسالة كما تعلمون سماها جواب أهل الإيمان في أن قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن وهذه الأفضلية تدلت عليها الأحاديث في أفضلية الصمد سورة الصمد الإخلاص وصورة الفاتحة وآية الكرسي كذلك وهذه الأفضلية ليست في الثواب فقط نعم الثواب لورود النص به وأفضلية كذلك من جهة المتعلق الذي تعلقت به تلك الآيات والسور وذلك يقول أهل العلم أن أفضل ما في القرآن ما كان إخبارا عن الجبار جل وعلا في أفعاله وصفاته ونعوت كماله جل وعلا وبناء على ذلك فإن أفضل سورة هي يقوله الله أحد تكلمت عن ذاته وآية الكرسي تكلمت ونعتت ذاته جل وعلا ثم يليها ما يتعلق بأحكام المكلفين لأنها أحكام في بيعهم وشرائهم وصلاتهم وزكاتهم ثم يليها ما يتعلق بالأخبار والأمثال والقصص وغيرها نعم ويجب منه ما يجب في الصلاة نعم قوله ويجب منه أي ويجب من حفظه ما يجب في الصلاة عبر مصنف بما يجب في الصلاة لأن النص الذي ورد عن أحمد رواية الشالنجي إسماعيل بن سعيد أن أحمد قال يحفظ الفاتحة وسورة واخترف في توجيه السورة أو وسورتين عندما نقلها هكذا وذلك قالوا هذه مبنية على قول من يرى أنه يجب حفظه أنه يجب قراءة الفاتحة مع سورة ولكن المعتمد في مذهب أحمد أن الواجب في الصلاة إنما هو الفاتحة فقط دون ما عدها فحينئذ أراد المصنف ربما أنا اجتهادا مني تأوي كلا مصنف أراد أن لا يخالف نص أحمد الذي بنيت عليه المسألة وأن تكون العبارة متوافقة مع معتمد المذهب فقال ويجب منه ما يجب في الصلاة وهو قراءة الفاتحة على المشهور فيجب حفظها استشكل بعض المتأخرين وهو بالنصر الله في بعض حواشي هذه المسألة فقال إنه قد مر معنا أنه يجوز قراءة الفاتحة من المصحف فحيث جاز قراءة الفاتحة من المصحف فإنه لا يجب حفظه لأن له بديل وهو القراءة فقال هذا إشكال ولم يجب عنه لكن يمكن أن يجاب عن ذلك أن وجود المصحف ليس موجود عند كل أحد وإحسان القراءة وخاصة في أزمنة متعددة ليس كل أحد يحسن القراءة لا يحسن كل أحد القراءة نعم ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم نعم قال يبدأ الصبي وليه قدم المفعول على الفاعل لأجل متعلق الحكم متعلق بالصبي يقول إن الصبي الصغير وهو كان دون البلوغ وليه وهو أبوه أو ويره يبدأ به أي بتعليمه القرآن هنا به إشمل الحفظة وغيره لأنه يقصد التعليم والحفظ منه ولا شك قبل العلم أي قبل أن يعلمه سائر العلوم الشرعية الأخرى لأن العلم في حقه ناثلة وليس بواجب لأنه لم تجب عليه العلم فيبدأ به أي بالقرآن قبل كل شيء وهذا منصوص إمام أحمد كما سيأتينا أو نذكره الآن فقد جاء أن الميمون قال جاء رجل إمام أحمد فسأله أيما أحب إليك أن أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث فقال أحمد ابدأ بالقرآن فقال أعلمه كل القرآن قال نعم إلا أن يعسر عليه وذلك قال المصنف ويبدأ ويبدأ الصبي وليه به أي بتعليم القرآن قبل العلم تعليم الحديث تعليم الفقه والعلماء قديما إذا أطلقوا الحديث يعنون الفقه الفقه والرواية معا لأن الفقه هو دراية الحديث وروايته أسانيده قال فيقرأه كله كما نص أحمد فيقرئه الولد ويقوم لسانه به قال إلا أن يعسر على الولد ذلك كما في نص أحمد لقد قلت لكم قبل قليل فإنه يعلمه منه ما تيسر نعم والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة نعم قوله المكلف أي البالغ العاقل يقدم العلم بعد القراءة الواجبة أي يجب عليه أن يتعلم القراءة الواجبة وهي الفاتحة ثم يقدم العلم المقصود بتقديم العلم هنا العلم الواجب عليه مثل تعليم الصلاة والزكاة هم كان عنده مال والصوم قال كما يقدم الكبير نفل العلم نفل العلم على نفل القراءة مثل ما ذكروه قديما وبناء على ذلك فالترتيب حسب ما ذكر المصنف أن البالغ يجب عليه تعلم القراءة الواجبة ثم العلم الواجب ثم العلم النافلة ثم القراءة النافلة تعلمها هذا هو الترتيب الذي أورده المصنف فيما يفهم من كلامه وقول المصنف في ظاهر كلام الإمام أحمد وأصحابه قوله في ظاهر كلام المصنف والأصحاب هذه مأخوذة من عبارة ومعنى كلام صاحب الفروع وقد أخذها صاحب الفروع من رواية الميموني التي نقلت لكم قبل قليل وذكر أن ظاهر سياق كلام الميموني أو كلام أحمد في رواية الميموني في غير المكلف قال وأما المكلف فإنه حسب ما مر معنا في أفضل العلم السابق فإنه يرتب بالترتيب الذي ذكره المصنف ويسن ختمه في كل أسبوع نعم يقول استحب ختمه في كل أسبوع وعبر المصنف بالسنية لأجل الحديث لأن المصنف يرى أنه حيث قيل يسن فلا بد أن يكون أصل الاستحباب ودليله نقل وأما إذا قيل يستحب فيشمل النقل ويشمل المعاني وهنا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي اختمه في أسبوع وهذا يعني خرج مخرج الأمر والندب فدل على أنه استحب ختمه في كل أسبوع وكذلك كان أحمد يفعل يختم القرآن في كل أسبوع مرة فيما نقله عبد الله عنه وإن قرأه في ثلاث فحسن ولا بأس به فيما دونها أحيانا نعم قوله وإن قرأها في ثلاث فحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك للصحابي قوله ولا بأس فيما دونها أحيانا حكي الإجمعوا عليه وفي الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر مثل الليالي الوترية والأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الأكثار فيها من قراءة القرآن اغتنام للزمان والمكان ولو كان ختمه في أقل من ثلاث لأن هذا داخل في ختمه في أحيان وهذه الأحيان تكون لمصلحة التي أوردها المصنف ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر نعم هذا نص عليه أحمد والمستند في ذلك ما جاء عن حسن البصري وغيره وقال أحمد أكثر ما سمعت في ختم القرآن أربعين فدل على أن من كان قادرا على القراءة نظرا أو كان حافظا للقرآن يكره في حقه أن يمر عليه أربعون ليلة ولا يختم فيها القرآن وقوله بلا عذر طبعا أعذار مثل المرض والسفر وغيره هذه وخففوا فيها ولا شك ويحرم إن خاف نسيانه قوله ويحرم أي ويحرم تأخير الختم وقوله إن خاف نسيانه أي خاف نسيان القرآن المراد بالنسيان أمرا أو احتمالا الاحتمال الأول أن المراد بالنسيان نسيان الحفظ وهذا ظاهر كلام كثير من الشراح أن من خشي نسيان القرآن حرم عليه عدم مراجعته وقراءته ولو نظرا في كل أربعين فلو كان يقرأه في كل أربعين ونسي فهو معذورا وأما إن كان لم يقرأه في كل أربعين ولو نظرا فإنه ليس بمعذور ويدخل في الإثم فلا يلزمه المراجعة لعينه ولكن يلزمه القراءة لكي لا ينسى ولو يبقى في ذهنه بعضه هذا هو ظاهر كلامهم وقال بعض المتأخرين إن المرادة بالنسيان هنا نسيان القراءة في المصحف الأول نسيان الحفظي والثاني نسيان القراءة في المصحف لأن بعض الناس إذا لم يكن معتادا على القراءة مثل من لم يعتد على الحروف العربية إذا ترك القراءة ربما لم يحسنها ولم يحسن القراءة كما أن المصحف له رسم خاص به ومن طال عهده بذلك الرسم ربما نسي ذلك الرسم فقرأ قراءة خاطئة أو غير ذلك من الاحتمالات هذا التوجيه نقله مرعي في الغاية وقد نقله عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة النعمان الإمام وظاهر كلام مرعي أنه جزم به قال أبو يوسف المراد بالنسيان أن لا يمكنه القراءة في المصحف فجزم به مرعي وقد استحسن هذا القول شارح الغاية وهو عبد الحي فقال وهو أحسن ما قيل في ذلك إذن النسيان هنا خوف النسيان هنا يحتمل أمرين نسيان الحفظ ونسيان القراءة قال أحمد ما أشد ما جاء في حفظه ثم نسيه نعم قال أحمد فيما نقل عنه أنه قال ما أشد أي من الأخبار ما جاء في من حافظه أي حافظ القرآن ثم نسيه ويعني هنا من باب الاستفهام أو من باب التنبيه لخطورة ما نقل في ذلك ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة طبعا بعض المتأخرين بعض الفقه المالكية حكى الإجماع على أن من نسي القرآن غير الواجب لا إثم عليه وهذا إجماع يعني ليس مجزوما به لكن إن كان كذلك فيكون قول أحمد ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه أي من حيث الكراهات الشديدة نعم ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة نعم السواك واضح يستحب في هذا الموضع والتعوذ قبل القراءة بأي صيغة جاءت عن طريق القراءة وسبق الإشارة في التعوذ هناك الصيغ التعوذ عند الفقه وعند القراءة هناك نعم وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته وسؤال والثبات والإخلاص يعني ويستحب الحمد الله عند قطعها المراد بقطعها هنا إذا فرغ من القراءة بكليته كما بينه منصور على توفيقه ونعمته لأن من نعم الله عز وجل أن يسهل القرآن على العبد فليس كل أحد يسهل عليه القراءة ولا كل أحد يرين لسانه به نعم فإن قطعها قطع ترك وإهمال أعاد التعوذ إذا رجع إليها يعني قطع القراءة ترك ترك وإهمال إن شغل بأمر يكون فيه إهمال القراءة فإنه إذا أراد القراءة والرجوع فيتعوذ مرة أخرى وإن قطعها لعذر عازم على إتمامها إذا زال كتناول شيء أو إعطائه أو أجاب سائلا كفاه التعوذ الأول نعم وظاهر إطلاق المصنف سواء طال ذلك أو لم يطل فمدام لعذر وقد كان عازما على الرجوع فاجتمع فيها الأمران وأما إذا لم يكن عازما على الرجوع وهو القطع لانشغاله بأمر من الأمور فإنه يستحب له أن يعيد التعوذ ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار نعم هذا استحبه أحمد وقبله عبد الله بن مبارك لما جاء عن طلحة بن مصرف أن الأخيار أو قال أدركت أهل الخير أو نحو عبارته كانوا يختمون في أول النهار وأول الليل فالشتاء يكون في أول الليل لأن الشتاء طويل ليله طويل والصيف لأن نهاره طويل يكون الختم في أوله وذكروا أن السبب في ذلك أن الملائكة تستغفر لمن ختم القرآن فيكون استغفارها لمن ختم القرآن في ذلك اليوم أكثر وفي مدة أطول ويجمع أهله وولده عند ختمه ويدعو نصه نعم هذا لما سدل أحمد بما جاء عن أنس أنه كان يفعل ذلك ويكبر فقط لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى نعم هذه مسألة التكبير بعد قراءة المفصل من الضحى فما بعده قصار المفصل قول مصنف ويكبر فقط فقط يعني من غير زيادة لذكر آخر فيقول الله أكبر فقط لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى لختمه بمعنى أنه إذا قرأ القرآن حتى إذا وصل الضحى فإنه يكبر لا أنه ابتدأ القراءة من سورة الضحى إذن التكبير الذي يكون من الضحى إلى آخر القرآن وهي الناس إنما يكون لمن قرأ القرآن من أوله إلى أن وصل إلى قصار المفصل في الضحى وهذا قوله لختمه قوله آخر كل سورة من آخر الضحى أي من سورة الضحى إلى آخر النس فيكبر بعد كل سورة وهنا مسألة ذكرها ابن الجزري في النشر وهي قضية أن التكبير هل يكون لأول السورة أم يكون لآخرها فإن قلت إنه يكبر لأول السورة فيكون قبل الضحى وقبل الانشراح وهكذا وإن قلت في آخرها فيكون بعد الضحى وقبل قراءة سورة الانشراح ألم نشرح لك وظاهر عبارة المصنف الميل للثاني حيث قال ويكبر لختمه آخر كل سورة فيكون في آخر فيكون التكبير لآخر السور لا لأولها فيبدأ بعد قراءة آخر الضحى ويستمر ذلك إلى المنتهى فيكون في آخر السور لفتدائها إذن هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن هذه مسألة التكبير المستند فيها حديث رواه الحاكم في المستدرك أن ابن كثير قال أقرأني مجاهد حتى إذا وصلنا إلى الضحى أمرني بالتكبير وذكر أن ابن عباس أقرأه حتى إذا وصل الضحى أمره بالتكبير أو فكبر فكبر تبعا له فالمقصود أن هذا الحديث الذي عند الحاكم هو الحجة في هذا الباب ولكن لعلماء الفقه مسلكا هل التكبير مشروع لكل من قرأ حتى وصل إلى سورة الضحى أم أن هذا خاص بمن قرأ بقراءة ابن كثير فقط دون من عده لأن علماء الإقراء يقولون إنها إنما جاءت من طريق ابن كثير المكي أحد المقرئين مشهورين دون من عده من المقرئين ظاهر كلام المصنف هنا ومن سبقه أنها مطلقة ولكن من المحققين ومنهم الشيخ تقي الدين يقول إنما يشرع التكبير لمن قرأ بقراءة ابن كثير وحده وأما من قرأ بقراءة غيره قراءة نافع أو قراءة عاصم فلا يستحب له التكبير عند قراءة الضحى وما بعدها وهذا هو التحقيق في هذه المسألة لأنه إن لأن الحجة في سنية هذا الأمر إنما هو التلقي لا مجرد الحديث ربما بعض الحاضرين يعلم أنه قبل أكثر من 20 سنة أُلفت رسالتين لبعض المشائخ المعروفين المقرئين الكبار من أهل المدينة أحدهما يضعف الحديث والآخر يقويه ونقول سواء ضعف الحديث أم قوي فالنقل إنما جاء من طريق علماء الإقراء وبناء على ذلك فنقول إن علماء الإقراء الحجة إنما وردنا من طريق بن كثير دون من عدها التكبير وهذا هو الأقرب وهذا هو تحقيق المسألة لا مطلق قراءة التكبير طيب نعم ولا يكرره صورة الصمد نعم ولا يستحب لمن أراد الختم أن يكرر صورة الصمد بعد ذلك فلا يشرع ذلك ولا يقرأ الفاتحة وخمسة من البقرة عقب الختم نصة نعم قوله ولا يقرأ الفاتحة بعد وخمسة من البقرة أي الخمسة من البقرة ذكر بمفلح أنها تنتهي في قول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون بناء على اختلاف علماء الإقراء في عد ألف لام ميم آية أم لا فالكوفيون يعدونها آية وغيرهم من المكين والحجازين لا يعدونها آية فحينئذ الخامس آية هي قول الله عز وجل وأولئك هم المفلحون استحب بعض الفقهاء قراءة ذلك لأجل الحديث الذي روي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الحال المرتحل فسر ابن عباس الحال المرتحل بأنه الذي ما إن يختم القرآن حتى يشرع في قراءته ولكن نص أحمد على عدم مشروعية ذلك فنقل أن أحمد سئل إذا قرأ القارئ قل أعوذ برب الناس هل يقرأ من البقرة شيئا فقال لا أي لا يقرأ شيئا ذكر ابن أبي عمر بعدما نقل هذا النص عن أحمد قال ولم يستحب أحمد أن يصل ختمته بشيء من القرآن ولعله لم يثبت فيه عنده أثر صحيح ونقلت لك هذا الكلام للمسألة قبل قليل أن أحمد اعتماده على النقل فلا يثبت إلا ما ورد فيه النقل ولا ينفي إلا بحسب علمه عدم وجود النقل وأجاب العلم عن حديث ابن عباس إن ثبت بأن المراد ليس الاتصال الحال المرتحة للمتصل وإنما لا يقطع ولا يجر القرآن بل ما إن يختم حتى يرجع إليه من غير استحباب البداءة بعد ذلك نعم طبعا المخالفة قوله ولا يقرأ الفاتحة وخمسا إن خالف في ذلك فذكر مرعي أنه لا بأس بذلك لا بأس به ولكن الأولى له أن لا يفعل ذلك لأن من أهل العلم يعني استحب ذلك نظرا لظاهر الحديث المروي نعم ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها والمراد والاجتهاد على حفظ إعرابها لا أنه يجوز الإخلال به عمدا نعم يقول مصنف ويستحب تحسين القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم سأل صالح أباه عن معنى هذا الحديث فقال التزين هو أن يحسنه فدل على استحباب تحسين الصوت وترتيله بأن يقرأ بتمهل إذ المراد بالترتيل التمهل وإعرابه والإعراب هو نطقه بلسان العربي فينطق الحرف بمخرجه العربي وتنطق الحركة بمخرجها العربي ويخرج الأداء من حيث المدود ومن حيث هذه المعاني بمخرجها العربي قال والمراد الاجتهاد في حفظ إعرابها لا أنه يجوز الإخلال به عمدا فقوله يستحب الإعراب أنك تتعلم الإعراب كله لا أنه مفهومه أنه يجوز لك ترك الإعراب في القراءة فقوله يستحب الإعراب أي يستحب لك حفظ الإعراب ومعرفته سواء قرأته أم لا فإذا قرأت القرآن وكنت عارفا الإعراب فوجب عليك ذلك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران فدل ذلك على أن من الناس من يشق عليه إعراب القرآن فحينئذ لم يتعمد الإخلال به ففات عليه معرفة إعرابه والإعراب هذا أمره مهم جدا وقد استشكل بعض المعاصرين كيف يأمر الصحابة كما جاء عن أبي بكر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم الأمر بالإعراب وقد كانوا فصحاء وقد كانوا يخاطبون عربا فصحاء في لسانهم فكيف يعربون نقول ليس كذلك لأن القرآن في كثير من مواضعه نزل ببعض لغات العرب لا بجميعها وأضرب مثالا سريعا مر معنا قبل وهو قضية ألقاف المشقوقة وغيرها فإن علماء اللغة يقولون إن القاف غير المشقوقة هي لغة مضر حتى قال بعضهم لا يبعد أن النبي نطق بها مثل أن يقول المستقيم ومع ذلك لا يجوز قراءة القرآن بها لأنها لم تنزل هكذا إذن يجب هذا الشكال الذي أورده بعض المتأخرين وهو الرافعي الأديب في معرفة معنى الإعراب ليس في محله فإن ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القراءة ذكره في الآداب الكبرى عن بعض الأصحاب نعم الأداب الكبرى هو اللي بن مفلح إذن بن مفلح له الأداب الصغرى والأداب الكبرى وقيل والوسطى الظاهر أنها كتاب واحد أخرجه ثم زاد عليه ثم زاد عليه هذا الذي يظهر والله أعلم المطبوع بين أيدينا والعلم عند الله عز وجل هو الأداب الكبرى لأن كل ما نسب إلى الأداب الكبرى موجود في المطبوع بين أيدينا والمسمى بالأداب الشرعية والمنح المرعية والتفهم في القرآن والتدبر بالقلب منه أفضل من إدراجه كثيرا بغير تفاهم نعم التفاهم في القرآن والتدبر بالقلب لمعانيه أفضل من إدراجه من غير تفكر في المعاني هنا التدبر بالقلب بمعرفة معنى الألفاظ ليس التأمل فيما لا يكون صحيحا وسيأتي التفسير بعد قليل وإنما التدبر في معانيه ويمكن حروف المد واللين من غير تكلف قال أحمد يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرأه بحزن وتدبر نعم هذا يدلنا على أن المشروع أن يقرأه بتحسين لصوته من غير تكلف لا تكلف في الصوت ولا تكلف في الأداء في قضية حروف المد واللين قال ويقرأه بحزن وتدبر لأن القرآن روي أنه نزل بحزن وقد كانت قراءة أبي موسى كذلك بحزن والتدبر للمعاني والألفاظ قال الشيخ قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخرا نعم هذه المسألة قوله قال الشيخ يعني تقي الدين أتى بهذه المسألة ولعل الشيخ كما ذكر الشيخ منصور استنبطها من قول الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا وبناء ذلك فيكون قراءة القرآن في أول فجر أفضل من قراءته في آخر في أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته في آخر النهار موافقة لظاهر القرآن نعم وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ أي من السبعة والأخرى بقراءة قارئ آخر جائز ولو في الصلاة ما لك كل مصنف إن من قرأ آية واحدة فقرأ كلمة منها بقراءة وقرأ الثانية بقراءة أخرى قال إنه تصح قراءته وتجوز إلا ما لم ما لم يكن في ذلك إحالة لمعنى القرآن قال ما لم يكن في ذلك إحالة لمعنى القرآن بحيث يكون معنى القرآن حينئذ غير مستقيم ومثل لذلك بالجزر فيما إذا كانت إحدى القراءتين إحدى قراءة الكلمتين مرتبة على الكلمة الأخرى وقال مثال ذلك قول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات يقول لو قرأ الكلمتين بالرفع فتلقى آدم من ربه كلمات لم يصح وكذلك النصب في الموضعين لا يصح فلابد أن ينصب إحداهما ويرفع الأخرى هكذا مثل بالجزر لأن هنا جمع لقراءتين في موضع واحد هذا ما ذكره المصنف عندنا هنا مسألة المسألة الأولى في قول المصنف وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ أي من السبعة جائز ولو في الصلاة قوله ولو في الصلاة أي ولو كان الفعل في أثناء الصلاة هنا المصنف قيد بأن القراءة تكون من القراءة السبعة دون من عداهم وقد مر معنا أن كنتم تذكرون في صفة الصلاة أنه يجوز القراءة في الصلاة بكل قراءة متواترة سواء كانت السبع أو العشر أو غيرها مما قد يكون متواترة وقد نقل البغوي كما ذكرت لكم أن البغوي قال إن العشر كلها متواترة إذن فعبارة مصنف من السبع فيها إشكال ولذلك الحقيقة أحسن ابن بلبان في مختصر الإفادات حين استبدل هذه الكلمة بقوله من السبع بقوله بقراءة متواترة وعبارته أجود لك لا تكون قاصرة على السبع دون باقي العشر وهذا أجود المسألة الثانية في قوله جائز ولو في الصلاة هنا قوله جائز ليس معنا الجواز هنا استواء الطرفين بل هو الجواز مع تفضيل أحد الطرفين وإذلك نقول إن الأفضل والأولى أن يكون القراءة في المجلس الواحد بقراءة واحدة تكون بقراءة واحدة ونص على هذا منصور وبناء على ذلك فإن القراءة بالجمع وبغيرها من وسالة فعلها المقرؤون الأولى أن يقرأ القراءة الكاملة ثم يرجع لقراءة الثاني وهكذا هي أولى من أن يجمع كل كلمة من قرأ بها من القراءة هذا الأولى هو الأولى كما ذكر منصور نعم ولا بأس بالقراءة في كل حال نعم قول مصنف ولا بأس هنا بمعنى تباح القراءة أي للقرآن في كل حال قوله في كل حال يعني تشمل كل زمان وكل مكان وكل صفة يكون عليها المرء لكن لا شك قبل أن نفصل في هذه الأحوال التي أرادها المصنف أن أكمل الأحوال أن يكون المرء مستقبل القبلة وأن يكون على طهارة وأن يكون متهيئة لأكمل الأحوال نعم قائما وجالسا ومضجعا وراكبا وماشيا ولا تكره في الطريق لنصا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ولا ما حدث أصغر نعم قوله ولا تكره في الطريق لنصا نص على ذلك الإمام أحمد في رواية ابن منصور إسحاق بن منصور كوسج عنه فإنه سأله أيقرأ في الطريق فقال لا بأس به ولا ما حدث أصغر يجوز ذلك ونجاسة بدن وثوب نعم ولا حال مس الذكي والزوجة والسرية نعم أي ولا يكره حال ذلك نعم وتكره في المواضع القادرة نعم قوله وتكره في المواضع القادرة هذا على سبيل العموم إلا أن هناك مواضع يحرم مثل قراءتها إذا كان متخليا فإذا كان في مواضع التخلي فإنه يحرم وكذلك يحرم إذا كان جنوبا أو كانت مرأتها أيضا في المشهور واستدامتها حال خروج الريح نعم قوله واستدامتها أي واستدامة القراءة حال خروج الريح هنا الاستدامة ليس معناه أن الابتداء القراءة مشروع وإنما المراد بالاستدامة هنا عدم الاستمرار فيها وإنما المندوب له قطعها وبناء على ذلك يقولون فإذا خرجت منه الريح أمسك وقطع قراءته حتى تنقطع أو حتى تنقضي خروج الريح منه وجهره بها مع الجنازة أي ويكره الجهر بالقراءة مع الجنازة لأنها شبيهة بالنياحة ولا تمنع نجاسة الفم القراءة إذا كان في ثم المرء نجاسة فإنها لا تمنعه القراءة مثل دم خرج من فيه فهذه النجاسة لا تمنعه القراءة وتستحب في المصحف نعم قوله تستحب في المصحف هي أفضل من الحفظ غيبا من القراءة غيبا عن الصدر لأن فيها تعبد للعزل بالنظر وضبط للقراءة وكثرة تأمل أكثر معروف الذي يقرأ بالمصحف يكون كذلك وقد نقل عبد الله أن أباه كان في كل يوم يقرأ في المصحف سبعا ويفهم من هذا السبع أنه سبع القرآن فيما ذكره بعض المتأخرين والاستماع لها نعم ويستحب بالاستماع عبر بالاستماع لأن فيه أرخاء للسمع وأما السماع فهو من غير قصد الاستماع لها ويكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه أي عند القراءة بما لا فائدة فيه وذاك تكلم أهل العلم عن قراءة القرآن في الأسواق والناس في صخب أن هذا داخل في الكراهة فلا يعني يوضع القرآن في الأماكن التي فيها صخب مثل بعض الناس يجعل في محل التجاري قرآن نبه عليه بعض الفقهائنا في هذا الموضع أن هذا يدخل في الكراهة لأن الناس يبيعون ويشترون وربما تحدثوا بأمور قد تكون غير مناسبة في ذلك الموضع وهذا هو الذي جعل بعض فقهاء القرن الماضي أو الذي قبله أول ما جاءت الاستوانات حينما ألف بعضهم رسائل موجودة عند المعنيين بجمع الكتب يحرمون فيها سماع القرآن من هذه الاستوانات كان تعليلهم ذلك أو يمنعون ما أقول يحرمون يقول يمنعون قالوا لأنها قد توضع في المكان الذي يكون فيه حديث الدنيا ويكون فيه الصخب فمنعوا من استماع القرآن من الاستوانات الكبيرة قبل أن تأتي الاستوانات الصغيرة ثم هذه التسجيلات الرقمية وكره أحمد السرعة في القراءة نعم هذا نقله حرب الكرماني فقال سألت أحمد عن السرعة في القراءة فكرهه قال إلا أن يكون لسان الرجل كذلك أو لا يقدر أن يترسل قال حرب قلت فيه إثم قال أما الإثم فلا أجترئ عليه هذا تصريح على أن المراد الكراها وتأوله القاضي إذا لم يبين حروف قوله وتأوله القاضي أي تأول القاضي كلام أحمد في الكراهية إذا لم يبين الحروف فبعض الناس إذا أسرع في الكلام أكل الحروف فيكون عند بعض الحروف لا تخرج وهذا واضح حتى في كلامنا الذي نعرفه نعم وترك السرعة أكمل وحينئذ نقول فيما يفهم من كلام مصنف أن السرعة لها حالتان الحالة الأولى السرعة مع عدم الإبانة للحروف كما تأوله القاضي فتكون تلك السرعة مكروهة والحالة الثانية السرعة مع إبانة الحروف فإنها تكون غير مكروهة لكنها خلاف الأولى هذا مؤدى كلام مصنف وتوضيحه في المسألة نعم وكره أصحابنا قراءة الإدارة نعم قوله كره أصحابنا عندما يعبر الفقه بهذه المسألة قال أصحابنا كره أصحابنا يدل على وجود الخلاف العالي فإنه يدل على أن غير أصحاب أحمد غير الحنابلة يخالفون في هذه المسألة هذا باستقراء استخدامهم لهذه الكلافة فهي الماح للخلاف في هذه المسألة إذ كثير من الجمهور من الشافعية والحنفي يجزون ذلك وعن مالك وجها قوله وكره أصحابنا قراءة الإدارة ثم فسر الإدارة فقال وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره نعم قوله وهو أن يقرأ قارئ ثم يقطع أي يقطع القراءة ثم يقرأ غيره معنى قوله ثم يقرأ غيره أن يقرأ غيره من الموضع الذي قطع فيه القارئ الأول من باب التتميم له والإكمال فيقرأ الأول الآيتين الأولين مثلا والثاني الآيتين التي بعدها أو وجه والثاني يقرأ وجه وغيرها هذا سمى الإدارة قبل أن أنتقل لما بعدها هذه الإدارة بهذه الصفة مفهوم من كرهها أنه لو كان جماعة يكرر كل واحد منهم نفس الآية فيقرأ الأول لنقل سورة الفلق ثم يأتي الثاني فيقرأ الفلق والثالث يقرأ الفلق فلا يكون من باب أن الثاني يقرأ من حيث قطع الأول فلا يدخل ذلك في قولهم في الكرهة هذا ما صرح به منصور وذلك قال أما لو أعاد ما قرأه الأول وهكذا فلا ينبغي الكرهة أخذها من هذا المفهوم إذن هذا قول الأصحاب نعم وحكى وحكى الشيخ عن أكثر العلماء أنها حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد نعم قوله وحكى الشيخ أي الشيخ تقي الدين عن أكثر العلماء هذا قول أصحاب بحنيفة وأصحاب الشافعي وأحد الوجهين عن مالك أنها حسنة أي أنها جائزة بل هي حسنة ليست جائزة بل هي فوق المباحة وهذا يفعله كثير من الناس عندما يجتمعون حتى في بيوتهم في البيت الواحد يقرأ الرجل آية ويقرأ بنوه كل واحد منهم إن كانوا حفظة أو يقرؤون من مصحف ما بعد ذلك وذلك قال إنها حسنة وقوله كالقراءة مجتمعين بصوت واحد قوله كاف هذه كافة تشبيه نستفيد من هذه الجملة قول كافة تشبيه وهذه الفائدة سأذكرها لكم ذكرها بن قندس أن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جعل الإدارة لها صورة لا صورة واحدة الصورة الأولى التي أوردها المصنف وهو أن يقرأ القارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره ما بعده أي ما بعد ذلك من الموضع الذي وقف عنده والصورة الثانية أن يقرؤون مجتمعين بصوت واحد فكلهم يقرأوا بصوت واحد فحينئذ تكون الإدارة لها صورتان وبناء على ذلك فالشيخ يرى أن الإدارة بالصورتين جائزة ومفهومه أن من منع الإدارة الأولى فالإدارة الثانية تكون مكروهة كذلك وقد ذكر ابن النجار في شرحه على المنتهى أن الصورة الثانية وهي القراءة مجتمعين بصوت واحد ليست مكروهة على الصحيح من المذهب فقال ابن النجار في شرحه أن قراءة القرآن جماعة مجتمعين بصوت واحد لا يكره على الصحيح أي في المذهب مما يدل على أنها تحتمل أنها داخلة في الإدارة المكروهة وتحتمل على خلاف ذلك ثم قال وهي المعروفة في عاصلنا باسم النعماني النعماني هكذا ربما كانت موجودة في مصر لأنه كان مصريا نعم ذهب إلى حلب فترة ثم رجع إلى مصر ممن لهم تسمي في ذلك فيما نقل لنا بعض المشايخ أهل المغرب يقرؤون هذه القراءة بصوت مجتمع يسمونها الفلالي يقرؤونها مجموعة بصوت واحد يقرؤونها صوتا واحدا هذه هي التي كان يسميها فيما يظهر ابن النجار بالنعماني وذكر أنها غير مكروهة وهو اختيار الشيخ تقيدين أنها ليست مكروهة كذلك وكره أحمد قراءة الألحان وقال هي بدعة نعم القراءة بالألحان مكروهة وقبل أن أفسر معنى الألحان قال أحمد هي بدعة فقد نقل عبد الله أن أحمد سئل عن القراءة بالألحان فقال محدث محدث إلا أن يكون طباع ذلك أو طباع ذلك قال عبد الله يعني أن طبع الرجل يكون كما كان أبو موسى الأشعر رضي الله عنه فقول أحمد هي بدعة يدل على أن القراءة بالألحان منهي عنه وما المراد بالألحان؟ المراد بالألحان أمر الأمر الأول الإفراط في المدود حتى تخرج عن نطق العرب وذلك قال أحمد لما تكلم عن الألحان قال أترضى أن يقال لك يا محمد بإشباع الحركة حتى تكون قريبة من الحرف وهذا الإشباع لا شك في كراهتي هذه الأمر الأول ومعلوم أن من عني بالألحان فإنه سيتكلف في مدود واضحة لكي تجري على هذا الطب الأمر الثاني وهذا سيأتي بكلام مصنف أن يتعمد قراءتها بترجيع هكذا عبر فوقه بترجيع الأغاني وأهل الغناء إذ لأهل الغناء لحون خاصة بهم وهذه اللحون الخاصة بهم معروفة لهم وقد عرفوا بها فمن تعمد قراءة القرآن بها فأقل أحواله الكراهة نص عليه أحمد وبين أحمد أن هناك فرقا بين من طبع على ذلك وخرج منه من غير قصد تشبه أو تعلم وبين من تعلم ذلك فقرأ بهذه المقامات الغنائية يكفي أنها مقامات غنائية وتسمى غناءا ولما انتشرت عند أهل العصر بدأ في هذه المئة الأخيرة أكثر كل المقرئين تعلموها من المغنين تعلم المقرئون ذلك من المغنين وكان أشهر المغنين ولا أريد أن نسمي أحدا يقيم دورات للمقرئين في الإذاعة في بعض الدول ليعلمهم المقامات وهذا مثبت وليس كلاما مرويا بل هو مثبت في كتب فدل ذلك أنها هي لحون التي نهى عنها أهل العلم وقد نص كبار علماء الإقراء ومنهم ابن الجزري فيما نقله عنه ابنه ويسمى ابن الناظم في كراهية هذه المسألة قال ولم أعلم أحدا القراءة بالمقامات من نص عليها من المتقدمين كذا ذكر بالجزري أو حسب ما في الذهم ربما كنت قد غيرت العبارة فالمقصود أن أقل أحوالها الكراهة إلا أن تصل للتحريم يجد تشبه أما من جبل عليها واستقام بها لسانه من غير تعمد لها فهذا جائز نص عليه أحمد وقد نبه لهذا الملحظ الذكرته ابن القيم فقد بيّن في الزاد أظن أن فصل الخطاب في هذه المسألة أن من خرج منه ذلك اللحن بسبب طبيعته واستقامة لسانه جاهز وأما من تقصده وتعلمه وبحث عنه فإن ذلك يكون مكروها في حقه نص عليه أحمد نص عليه ابن القيم وكذلك أيضا ابن الجزري بل يجب أن يقال إنه باتفاق من كلام أهل العلم المتقدمين يحتج من يحتج حينما يقول إن الشخص إذا رتل القرآن كان بمقام هذا هو قول أبي موسى قول أحمد في أبي موسى أنه كان خرج منه طبعا وذلك لا يشك المرء أن نتعمد القراءة بهذه المقامات وهي لحون الأغاني أنه منهي عنها أقل أحواله الكره وفي كل يوم أزداد قناعة بذلك ولا أجد من كلام أهل العلم إلا ما يؤيده ولا أجد في كلام أهل العلم ما يعارض ذلك ولا كلمة عن متقدميهم أنا أقول هذا لما لأني أعلم أن من الحاضرين من يعنى بالقراءات ويحفظ ويعنى ربما أو يجالس من يعنى بالمقامات فليحذر من ذلك وليكن قراءته سجية وطبعا والله عز وجل يعني يرزق بعض الناس أصواتا ويجعل أصواتهم تحبر مثل ما قال ابن أبو موسى حبرت لك تحبيرا يستطيع تحبيرهم من غير تعمل تشبه بأحد نعم فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم نعم حرم ذلك أي إن حصل مع الألحان تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم وهذا واضح لا شك فيه ويبقى ما عدا على الكرهة وقال الشيخ التلحين الذي يشبه الغناء مكروه لا شك في ذلك وهذا يكفي أن التشبيه بالاسم في حد ذاته يسمى كذلك بل إن دعني هذا الفعل بعض الفساق الذين يقرأوا القرآن نعم ولا يكره الترجيع نعم قول مصنف ولا يكره الترجيع المراد بالترجيع هنا احتمالات الاحتمال الأول وهو ظاهر عبارة صاحب الكشاف أن المراد بالترجيع هو تحسين القراءات تحسين الصوت بالقراءات ولكن التعبير عنه بأنه لا يكره فيه تأمل والأمر الثاني أن المراد بالترجيع هو إشباع الحركة والمد في محله إشباع المد ليس الحركة لأن إشباع المد الحركة ليس حسن إشباع المد في محله والدليل على ذلك أنه جاء في الصحيح أن النبي من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته متجها إلى مكة في فتحها فقرأ سورة الفتح قال عبد الله رضي الله عنه وكان على ناقته وهي تسير به فكان يقرأ سورة الفتح ويرجع بها هذا الترجيع فسره عبد الله ونقله عنه معاوية بن قرة رضي الله عنه حينما نقل عنه هذا ذلك وقال إن عبد الله نقل له الترجيع وهو أن يقول آآآآ ثلاث مرات هذا الترجيع ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان راكبا على الدابة والدابة هي التي جعلته يرجع هذا الترجيع وذلك فإن علماء الإقراء والفقه لهم منهجان هل الترجيع في ذاته مشروع أم ليس مشروعا ابن البنى حينما ألف كتابة في التجويد من طلاب القاضي البيعلى له كتابان أو ثلاثة منها أحدها عيوب القرى وقد طبع بيّن أن ما نقل عن نبي صلى الله عليه وسلم في القراءة صور أربع منها الترجيع ومنها الحدر ومنها التمهل فالترجيع إما يكون ترديدا أو إشباعا للمدي فمن قال بمشروعيته فقال هو إشباع المدي إذن هذه هي مسألة الترجيع وذلك قال المصنف ولا يكره الترجيع نعم وكره وكره من عقيلين قراءة في الأسواق يصيح فيها أهلها بالنداي والبيع نعم هذه سبق الإشارة إليها في قضية ويكره الحديث عند القراءة بما لا فائدة فيه وذلك كره ابن عقيل القراءة في الأسواق التي يصيح فيها أهلها بالنداء على السلع ويبيع وهنا إشكال في نقلهم عن ابن عقيل فالحقيقة أن ابن عقيل نقل هذا الكلام في الفروع عفوا في الفنون ونص عبارته إنما هو التحريم وليس الكراها وإنما الذي قال يكره إنما هو بن مفلح فقال ويتوجه احتمال يكره فالمصنف وهو الحجاوي عندما نقل هذه المسألة من الفروع نسب لابن عقيل الكراها والصواب أن الذي كرهه إنما هو بن مفلح توجها منه والذي نقله بن مفل ابن عقيل إنما هو التحريم للكراها ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين نعم من رفع صوته بالقراءة ولم يكو إماما فأدى رفعه للصوت لتغليط المصلين في قراءتهم فإنه يكره في حقه هذا الذي جزم به المصنف وقال جمع المتأخرين مثل مرعي وأيده عليه عبد الحي أنه يتجه أنه يحرم عليه ذلك نعم ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نقل نعم قوله يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة أي اللغة العربية لا بغيرها لا العامية لأن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين وقوله لا بالرأي من غير لغة لا بالرأي من غير أن يكون اجتهادا في اللغة من حيث الاشتقاق ومن حيث الغريب لأن معرفة الغريب مهم وقد جاء عن أبي هرير رضي الله عنه أنه قال أعرف القرآن واعرف غرائبه غرائبه أي غريبه الذي يكون مهجورا عند بعض الناس عن أسماعهم قوله ولا نقل أي عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن التبعين فيما سيأتي فمن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتوأ مقعده من النار نعم روية في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك وأخطأ ولو أصاب نعم روية أيضا فيه حديث وإن كان في إسناده ما قال أن من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب ولا يجوز أن يجعل القرآن بادلا من الكلام مثل أن يرى رجلا جاء في وقته فيقول ثم جئت على قادرية موسى نعم هذه المسألة وهي قضية التكلم والاقتباس للقرآن بأن يجعله مقام كلامه المعتاد هذه المسألة قبل أن نذكر هذه المسألة هنا نكت في موضع بحثها فقهاءنا المتأخرون يبحثونها في موضعين في هذا الموضع هنا في صلاة التطوع وبعضهم مثل صاحب الإنصاف يذكرها في كتاب الصيام عندما يتحدث عن أحكام الاعتكاف وأنه يستحب الإقلال من الكلام ثم ذكر هذه المسألة هناك فهذه المسألة من المسألة يعني يعاني بها في أين موضعها في كتب الفقهاء ولا يعرف ذلك لمن إلا لمن اعتاد عليها قول مصنف ولا يجوز ظاهر كلامهم الحرمة لأن هذا تنزيل القرآن في غير ما نزل له أي يجعل القرآن بدلا من الكلام أي كلامه وخطابه للآدميين قال مثل أن يرى رجلا جاء في وقته فيقول ثم جئت على قدر يا موسى فكأنه يقول من باب الاقتباس ذلك هذا ما مشى عليه المصنف وجماعة وقد ذهب الشيخ تقي الدين ونقل قول الشيخ تقي الدين مرعي في الغاية مما يدل على تقويت لقول الشيخ تقي الدين جواز قراءة ما يناسب مقامه لا مطلق الاقتباس ومثل لذلك بقوله إن من دعي إلى ذنب فقال ما يكون لنا أن نتكلم بهذا فإنه يجوز له ذلك لأن سياق الآية جاء لمعنى هذا المقام وأما غيرها فلا فيكون في ذلك وجهان والمسألة أولف فيها مؤلفات وخاصة عند الأدبة لأن كثيرا من الأدبة في شعرهم وفي نثرهم يقتبسون كثيرا من الآي وينزلونها حتى إن بعض من كتب في علوم القرآن جعل هذا علما من علوم القرآن في قضية الاقتباس نعم ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي نعم قوله ويلزم الرجوع لأن قول الصحابي حجة وتفسيره كذلك يكون حجة طبعا ما لم يكن قد عارضه تفسير آخر من صحابي أو نص حديث لا التابعي نعم قوله لا التابعي أي أن التابعي لا يلزم الرجوع إلى قوله وفيها وجهان في مذهب أحمد هل يلزم الرجوع لقول التابعي في تفسير قرآني أم لا والمعتمد عدم لزوم الرجوع إليه كمجاهد بخلاف ابن عباس فيلزم الرجوع لتفسيره وعندما قالوا إن التابعي لا يلزم لا يلزم الرجوع لتفسيره قالوا محل ذلك فيما إذا كان التابعي لم يكن مستنده اللغة لأنه إذا كان مستنده اللغة فإنما نرجع للغة أو يكون مستند التابعي النقل مثل ما جاء عن بعض التابعين أن وهو مجاهد في قطعة تفسير الله أنه قال كل ما قلته إنما أنقوله عن ابن عباس أو غير ذلك فإنه إذا كان مستنده النقل أو مستنده اللغة فإنه يكون الحجة في نقله واللغة التي رجع إليها نعم ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا نعم كتب أهل الكتاب وهي التوراة والإنجيل والزبور وغيرها وفي كتبهم مؤلفاتهم التي تتعلق بدينهم نصا بل هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين منها عمر عن قراءة فيها ولا كتب أهل البداعي والكتب المجتملة على الحق والباطل ولا رواياتها نعم لو قال أن النص يعود للتي بعدها لكان أجود لأن تلك مساء الاجتهادية والأولى فيها نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهر نعم هذا الفصل تكلم عن النوافل المطلقة والسابقة وسيأتي بعدها أيضا النوافل المقيدة عند السبب هنا النوافل المطلقة التي ليس لها سبب تستحب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي وسيأتينا إن شاء الله تفصيل أوقات النهي وصلاة للي سنة مرغب فيها نعم قوله صلاة الليل أي صلاة الليل في النافلة المطلقة للمقيدة التي هي الوتر وهي ما بين المغرب والعشاء والتراويح التي سبق ذكرها وتعبير مصنف سنة مرغبة فيها يدل على أنها من أفضل الصلوات صلاة الليل من أفضل الصلوات المطلقة وهي أفضل من صلاة النهار ورد حديث بذلك نصا وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدها نعم هذا نص كلام أحمد فإن أحمد ذكر في الآية أن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدها هذا نص أحمد بعينه نعم والتهجد إنما هو بعد النوم نعم يقول المصنف والتهجد إنما هو بعد النوم الفرق بين صلاة التهجد وغيرها أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم فمن نام ثم استيقظ من نومه فهذا الصلاة صلاة قيام ليل وتهجد لأنه جاء بعد استيقاظ نوم ولا شك أن صلاة الليل إذا كانت بعد النوم فهي أفضل لأن داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلوته وينام سدسه فدل ذلك على أن أفضل قيام الليل ما سبقه نوم ولحقه نوم كذلك هنا ذكرى أن التهجد أفضل فسبقه النوم ولحقه نوم سيأتي بعد قليل استحباب النوم بعد التهجد فإذا استيقظ طبعا قوله فإذا استيقظ يشمل لصلاة الليل ولغيرها هنا مناسبة ذكر الأوراد ومن ميزات حقيقة كتاب القناع أنه معني بالآداب فبثت الآداب قد كانت له عناية بالآداب في مؤلفات له مفردة فكان يبث الآداب بخلاف غيره من كتب الفقه التي تقلل منها والشيخ محمد العبد الوهاب لما اختصر الإقناع مع زيادات من الكشاف كان من أكثر ما أورده في الكتاب المسمى بآداب المشهر الصلاة ما يتعلق بالأدعية والآداب بث فيها كثيرا منها بل ربما تصل لثلث الكتاب أو أكثر لأنها من الأمور المهمة نعم ذكر الله تعالى وقال ما ورد بعد الاستيقاب ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبل الصلاة نعم هذا ورد في صحيح بخاري من حيث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعرى من الليل فقال كذا ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور نعم هذا اللفظ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال بنص الحديث كما هو لا إله إلا أنت لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزق قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نعم هذا عند أبي داود من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال ذلك لكن هنا في قوله لا إله إلا أنت لا شريك لك النسخة التي بين أيدينا نسنني أبي داود والنساء ليس فيها زيادة لا شريك لك فربما نقلها المصنف من بعض الكتب الناقلة أو غيرها الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره نعم هذا عند أهل السنة من حيثة بهريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فليقول ذلك نعم وهنا إشكال أيضا أن اللفظ الذي جاء عند الترمذي والنسائي فيه تقديم وتأخير فالذي عندهما الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي هكذا في السنة الترمذي والنسائي والمصنف يبدو أنه تبع النووي في الأذكار فالذي في الأذكار النووي تقديم رد علي روحي على عافاني نعم ثم يستاك بعد استيقاضه وبعد ذكره تلك الأذكار وإذا توضى وقام إلى الصلاة من جوف الليل إن شاء استفتح باستفتاح المكتوب الذي سبق ذكره قبله وإن شاء بغيره من الاستفتحات وسبق معنا أنها نحو سبعة كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ولقاءك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم هذا له ألفاظ مختلفة في الصحيحين ربما المؤلف جمع بين بعضها وإن شاء إذا افتتح الصلاة قال اللهم رب جبريل وميكائل وإسرافيل فاطل السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم نعم هذا في مسلم ويسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين نعم هذه السنية وردت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله معا فقد فعلها وأمر بها وذلك قال ويسن وقوله بركعتين خفيفتين أي من غير إطالة لا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود هنا مسألة في قوله ويسن أن يفتتح تهجده المصنف خص استحباب افتتاح الافتتاح بركعتين خفيفتين في التهجد وسبق معنا أن التهجد ما كان بعد نوم والتعبير بالتهجد وافق فيه المصنف ما ذكره الموفق في الكافي وفي المغني وكذلك ابن نبي عمر وهو الشارح ذكر هذا ولكن عبارة مرعي في الدليل وعبارة صاحب الفروع قبله وصاحب المنتهى كذلك قبله أنه إذا افتتح قيام الليل افتتح قيام الليل فيشمل ما كان تهجدا وما كان قبل ذلك أي قبل نومه فكل قيام الليل ولو كان في أوله يستحب أن يفتتحه بركعتين خفيفتين طبعا هذا في غير الترويح لأن هذا المقصود صلاة الليل المطلقة لأن هذا هو سياقها وأما الترويح فإنها تصلى بحسب صفتها وأن يقرأ حزبه من القرآن فيه نعم يقرأ حزبه الذي يقرأه في كل يوم يكون يجعله فيه لكي يكون أعظم أجراء وأن يغفي بعد تهجده يغفي يعني ينام بعد تهجده كما فعل داود فيستحب له أن ينام قبل قيامه وبعده وهذا يختلف عن الاضطجاع الذي يكون بعد الوتري هذا استحباب مختلف عن هذا هذا يغفي فيكون فيه نوم وليس اضطجاعا بل نوما كاملا هذا مستحب وهو أكمل صفات قيام الليل والنصف الأخير أفضل من الأول نعم النصف الأخير أفضل من الأول أي أفضل من النصف الأول من الليل ومن الثلوث الأوسط أي والنصف الأخير أفضل من الثلوث الأوسط النصف الأخير كله مجتملة بأوله إلى آخره أفضل من الثلوث الأوسط يعني الثلوث الأوسط سدسه نصفه الأول هو يعتبر من النصف الأول ونصفه الثاني يعتبر من النصف الثاني لأنه مكون من سدسين نعم والثلوث بعد النصف أفضل قوله هو الثلوث بعد النصف يعني السدس الرابع والخامس من الليل أفضل أي أفضل مطلقا من غير قيد فهو أفضل من جميع الليل من النصف الأول والنصف الثاني وقوله نصا لأن أحمد فيما نقل عنه المروذ قال أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم سدوسه أو ربعة فدل على أن هذا النصف أفضل وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ ولا يقومه كله إلا ليلة عيد نعم قوله وكان قيام الليل واجبا على النبي وحده قوم الليل إلا قليلا ولم ينسخ وجوبه عن النبي وذلك وجب عليه فعله عليه الصلاة والسلام والنبي قد يجب عليه أشياء كثيرة ولا تجب لنا وقد يندب له أشياء وتجب علينا ولكن لا أعرف مثالا للثاني لكن ذكر الشيخ تقي الدين في المسودة أنه قد يندب له شيء ويجب علينا قال مثل ما يندب للإمام ويجب على المؤموم فعلهم باب المتابعة نعم ولا يقومه كله إلا ليلة عيد وتكره مداوامة قيامه كله نعم هذه المسألة مسألة فيها شكال في فهمها قول مصنف ولا يقومه كله المعتمد في المذهب أنه لا يستحب قيام الليل كله هذا هو النصوص عندهم وقوله إلا ليلة العيد استثني من ذلك ليلة العيد ليشمل ليلة العيد الفطر والأضحى فمشهور المذهب أنه يستحب قيامهما وعبرت المشهور لخلاف المشهور الذي تعرفونه عند بعض أهل العلم في المسألة فالمذهب أنه يستحب إحياء الليلتين لحديث الرؤية فيهما ما عدا هاتين الليلتين لا يستحب أن المرأة يحيي الليلة من أوله إلى منتهى وهذه المسألة في الاستحباب وعدمه هذا هو المشهور لم يستثنوا إلا هذه الليلة واختار بعض أهل العلم أو قبل أن أقول اختار بعض أهل العلم ذكر ابن مفلح أن ظاهر كلام الأصحاب حينما لم يستثنوا إلا ليلة العيدين أنه حتى العشر الأواخر لا يستحب إحياء الليل كله من أوله إلى آخره وعلى ذلك فيكون قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيى الليلة أي أحيى أكثره واختار الشيخ تقي الدين استثناء الليالي الفاضلة كالعشر الأواخر من رمضان فإنه يستحب إحياء ليلها كاملة لظاهر الحديث إذن هذه المسألة الأولى في قضية ما الذي يستثنى المذهب يستثنى ليلة العيدين فقط واختار الشيخ تقي الدين لظاهر الحديث استحياء حتى الليالي الفاضلة ومنها العشر الأواخر وأن ظاهر كلام المذهب أن العشر الأواخر لا يستحب إحياء جميعها فإن أحيى كل الليل ليس مكروها عندهم ليس مكروها عندهم ذلك انظر معي يقول المصنف وتكره مداومة قيامه كله ليس المكروه إحياء كل الليل لأنه خلاف الأولى وإنما الذي يكره أن يستمر وأن يداوم على إحياء الليل كله الشهر كله أو السنة كلها وهذا هو الذي جزم به المصنف حينما قال وتكره مداومة قيامه كله أي يكره استعاب كل ليلة من ليالي السنة بالقيام يكره استعاب كل الليالي وأما فعلها ليلة واحدة فهو عندهم خلاف الأولى إلا في المستثنيات وعرفنا أن المستثنى إما أمر أو أمران طيب هذه المسألة صاغها المصنف بهذه العبارة بينما صاحب المنتهى عبر بعبارة أخرى فقال وتكره مداومته هكذا أخذها من التنقيح فظاهر سياق صاحب المنتهى يدل على أنه يقول يكره المداومة على قيام الليل وهذا الذي بيّنه صاحب شرح المنتهى وصاحب المنتهى في شرحه كذلك فقال يكره المداومة على قيام الليل وبني على ذلك أنه استحب أن يكون قيام الليل غبى مثل صلاة الضحى التي سنتكلم عنها إن شاء الله في درس قادم هذا الفهم عابه الحجاوي وقال إن هذا الفهم فهمه بعض المتأخرين من أصحابنا وهو أنه يكره المداومة والاستمرار على قيام الليل وإنما يستحب أن يكون غبى قال وهذا ليس مرادا لأحد بمعنى أن عبارة أبن النجار ليست مرادة لأحد من الفقه فلم يقل أحد من الفقه أنه يكره الاستمرار عليه في كل ليلة فهذا فهم خاطئ لعبارة صاحب التنقيح وأن مراد التنقيح ما ذكره أو أن مراد صاحب التنقيح وهو المنقح ما ذكره المصنفنا وإنما كراهية المداومة على قيام كل الليل والاستمرار على ذلك نعم ويستحب ويستحب التنفل بين العشاءين نعم هذا ما بين العشاءين وهو مستحب وهو من قيام الليل لأنه من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني نعم هذه المسألة وهي قضية الليل يبدأ من طلوع من غروب الشمس من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني هذا هو وقت قيام الليل فيدخل فيه حياء ما بين العشاءين يدخل فيه صلاة التراويح يدخل فيه التنفل المطلق يدخل فيه أيضا كل السنن غير الراتبة والراتبة التي تصلى بعد العشاء والمغرب وأما الوتر فهل هو من قيام الليل أم لا حكي عند بعض المتأخرين ونقل على المؤلف أن في المسألة وجهان ولا على الأقرب والأصوب أنه داخل في قيام الليل فيأخذ حكمه لأن من قال أنه ليس من قيام الليل يبني عليه صلاته بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة التي ذكرناها في الدرس الماضي ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها نعم قوله يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها التطوعات يستحب الاستنبار لها لكن ليس على سبيل الزام ولذلك قال الشيخ تقي الدين ما ليس من السنة من الرواتب لا يداوم عليها حتى يلحق بالرواتب فلا يجعلهم باب المداومة ولكن مراد المصنف في قوله يستحب أن يكون له تطوعات أي ورد خاص به من القرآن وورد خاص به من الأذكار وما زال كثير من أهل العلم يجعل له وردا خاصا به من الأذكار وكان بعض المحبين لذلك الشخص مهما كان قد يكون محب له ابنا وأنا لا أقصد قصة وإنما أقصد وصفا أو المحب له فضلا يأخذ ورد شيخه ويذكره يقول لكي يكون باب التعلم وهذا الورد جائز أن الشخص يجعل له وردا لكن متى يكون منهيا عنه حينما يعتقد له فضل مثل ما يفعل بعض الطرقية عندما يقول الورد الفلاني هو الأفضل أو أن له الميزة الفلانية إذ المرء يجوز له أن يدعو بما شاء ما لا يكون إثما أو قطعة رحم لكن بشرط أن لا يجعل له عددا أن لا يجعل له وقتا يعني فضلا بوقت أو فضلا بعدد أو يجعل له فضلا معينا إلا بدليل النقلي فإذا لم يجد ذلك فلا الشخص أن يجعل له أورادا وقد كان أبو عمر أخي الشيخ الموفق له أدعية كثيرة يدعو بها وذكر ذلك عن كثير من أهل العلم إذن التطوعات قد تكون قراءة من القرآن قد تكون التطوعات ذكرا قد تكون التطوعات كذلك أيضا صلاة يصليها المرء وقد تكون تلك التطوعات علما شرعيا فإن من أفضل التطوعات العلم الشرعي فيجعل الشخص لنفسه وردا من العلم من القراءة والبحث ونحو ذلك وقوله إذا فاتت يقضيها هذه الجملة فيها إشكال طبعا تبع المصنفة على هذه الجملة صاحب الغاية مع أن هذه الجملة موجودة في بعض نسخ الإقناع دون بعضها وهو الإشكال الذي عندي وإحتاج إلى حل ولا أعرف حل أو لم يظهر لحله بعد وهو أن قاعدة المذهب أن كل سنة فات محلها لا تقضى لا تقضى فكيف نقول إلا أن يرد النص به فكيف نقول إن هذه الطوعات تقضى لكن يمكن توجيهه توجيها يعني قد يكون له وجه أن قوله إذا فاتت يقضيها ليس بمعنى القضاء المقصود في استلاح الفقهاء بمعنى فعلها بعد خروج وقتها وذلك أن التطوعات المطلقة ليس لها وقت فليست مؤقتة فحيث لم تكن مؤقتة فإن الشخص لو فعلها من اليوم الثاني فلا يسمى قضاءا وهذا توجيه كلام مصنف وينحل به الإشكال بإذن الله عز وجل وأن يقول عند الصباح والمساء والنوم والانتباه وفي السفر وغير ذلك ما ورد نعم هذه المسألة متعلقة بأوراد الصباح والمساء هنا بس فائدة أن أوراد الصباح متى تقال فيها أقوال كثيرة ذكرها بن الجزري وذكرها غيره ابن علان وغيره من تكلم عن هذه المسألة لماذا أوردت هذه المسألة؟ لأن المتأخرين من أصحاب أحمد نقلوا في هذا الموضع عن زيلي فصيحي ثعلب للبغدادي أنه قال إن الصبح يبدأ من نصف الليل فحين ذلك يقولون أن الصبحون المتعلق بالأذكار فقط دون ما عدا من الأحكام الأخرى متعلقة بالنهار يشرع البداءة فيها من حين نصف الليل وهذا أحد الأقوال فقيل إنها تكون من نصف الليل يبدأ وقتها وقيل من طلوع الفجر الصادق وقيل من طلوع الشمس وقيل بعد ذلك والأقوال يعني مذكرة في محله فتراجع هناك وتحرر واستحب أحمد أن تكون له ركعات معلومة من الليل والنهار فإذا ناشط طولها وإذا لم ينشط خففها وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس نعم قول مصنف صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا ورد به الحديث ومعنى قوله مثنى مثنى يعني يسلم كل ركعتين قوله وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر يعني بأربع ركعات وقوله كالظهر يعني صلاة كالظهر بتشاهدين فلا بأس تعبيرهم بلا بأس يعني لا كراهتاء ليس مجرد الجواز بل الجواز بلا كراهتي ثم قال وإن سردهن أي سرد الأربع في النهار ولم يجلس في آخرهن بل صلها أربع متوالية من غير تشهد الأول وإنما تشهد الأخير في آخرها قال جاز أي جاز فعله ذلك وقد ترك الأولى إذ الأولى أن يتطوع بمثنى مثنى وهو الأفضل ثم يليه أن يصليها أربعا بتشهدين ثم يليها أن يصليها أربعا بتشهد واحد نعم طبعا صرح بهذا الترتيب مرعي في الغاية نعم يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ولو صلى أكثر من ثنتين وإن زاد على أربع وإن زاد على أربع نهار أو اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا أعليم العدد أو نسيه بسلام واحد كريها وصح نعم قوله إن زاد عن أربع في النهار بأن صلى ستا أو ثمان أو عشر بسلام واحد فإنه مكرور لأن النقل إنما جاء في الأربع في حديث سعد في الضحى وجاء أيضا في غيره قال أو زاد عن الثلتين في صلاة الليل كرها كذلك طبعا سيأتي في الثلتين بعد قريب قال ولو جاوز ثمانيا أي ثمانيا ركعات هنا لو فيها إشارة لخلاف والخلاف هو في الحقيقة ليس في الثمان وإنما في الست فقد نقل ابن عقيل وجهين في المذهب هل يحرم ولا يصح التنفل بأكثر من ست أم لا فيكون فيها الثمن إذن هذا ما يتعلق بقوله ولو جاوز ثمانيا أي في الليل أو النهار في صلاة الليل أو النهار قال عليم العدد أو نسيه أي سواء صلى ولم يعلم عدد الركعات مثل بعض الناس قد يفتتح الليل ويصلي وهذا موجود بترهم في الحرم يصلي ركعات كثيرة لأنه نسي فيصلي يصلي يصلي ما شاء الله عز وجل من غير أن يجلس فهذا جائز لكن ببني مع الكراهة كما ذكر المصنف قال بسلام واحد كره له ذلك وصح أي وصحت صلاته إذا زاد عن أربع في النهار وثنتين في الليل بسلام واحد استثني من ذلك صورتان الصورة الأولى أوردها منصور في الكشاف أنه قال ينبغي تقييد الكراهة بما عد الوتر لأن النبي جاء عنه أنه صلى صلاة صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا بسلام واحد وخمسا وسبعا وجاء وتسع فحين إذن استثنى الوتر واستثنى هو أي منصور في حاشيته على الإقناع صورة أخرى وهي الضحى إذ جاء في بعض طرق حديث أم هانئ أنه صلى ثمان فتستثنى هاتين الصورتين من الكراهة واحد في صلاة الليل والثاني في صلاة النهار وجزم منصور في شرح على المنتهى بالصورتين وجزم بها كذلك عثمان في هداية الراغب نعم أي في جميع المواضع إلا ما سبق فيما يتعلق في الجمعة والخلاف فيها أو ما يشترط له الجماعة فإن المستحب أن تكون في المسجد وإسراره أي عدم إعلانه أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة قوله وإسراره أي عدم إعلانه لأن الإسرار قد يكون في مقابل الجهر ليس المراد هنا الإسرار هنا بمعنى عدم الإعلان بحيث لا يراه الناس أفضل إذا كانت الصلاة مما لا تشرع له الجماعة وإنما تصلى فرادا وأما ما تشرع له الجماعة فإعلانها أفضل فتصلى في المساجد وتصلى جماعة ويجهر في قراءة فيها وظاهر كلام المصنف طبعا مما تشرع له الجماعة الكسوف والتراويح كما تعلمون والاستسقى كذلك وظاهر عبارة المصنف أن ما تشرع له الجماعة استحب إعلانها ولو صلى وحده فمن صلى الكسوف وحده فيستحب له إعلانها بأن يصليها في المسجد مثلا أو يصليها ويجهر بالقراءة ونحو ذلك نعم ولا بأس بصلاة التطوع جماعة نعم ولا بأس بصلاة التطوع جماعة قيد بذلك بشرط أن لا يجعل راتبة فيصلونه على سبيل الراتبة دائما يصلون نوع من صلاة التطوع الراتبة فإنهم ممنوع من ذلك نص على هذا القيد المهم وهو مقصود المذهب الشيخ تقييد دين ويكره جهره فيه نهارا وليلا يراعى المصلحة نعم قوله لهذه عندك الشكال في قضية الفاصلة فيها خطأ قوله ويكره جهره فيه نهارا انتهت المسألة يعني يكره الجهر بالقراءة فيه أي في صلاة التطوع نهارا أما صلاة الفريضة فقد تقدم معنا في صفة الصلاة في قضية الجهر في القراءة فيها فحينئذ يكون إسراره في صلاة النهار أفضل وبناء على ذلك أنه لو جهر فهل يكون ذلك مكروها أم لا عبارة صاحب الغاية أفضل فنستفيد من قوله أفضل أن مخالفة الأفضلية ليس بمكروه هذا عبارة صاحب الغاية بينما هنا صرح بالكراها وليلا يراعي المصلحة قوله وليلا يراعي المصلحة في صلاة الليل يراعي المصلحة في الجهر وعدم الجهر طبعا كل هذا في غير الصلاة التي يستحب فيها الجهر كالكسوف والاستسقى فإن كان الجهر أنشط له في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته أو خاف رياء فالإسرار أفضل نعم هذه أمثلة للمصلحة وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه نعم تخفيفه مثل ما مرنا هنا تخفيفه ركعتين سنة الراتبة قبل الفجر والسنة الراتبة بعد المغرب ومر معنا قبل قليل الركعتين عند قيام الليل أو عند التهجد قوله أو تطويله استحب تطويل صلاة الكسوف واستحب تطويل بعض الصلاوات كذلك قال فالأفضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام قال وما عدا ذلك مما لم يردنا فيه نقل فكثرة الركوع والسجود أفضل من إطالة القيام وهذه مبنية على قاعدة أوردها بن رجب في القواعد فقد ذكر بن رجب أنه إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه وهو واحد غير متعدد والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة قال فأيهما يرجح ذكر وجهيني في المذهب ثم قال ظاهر كلام الإمام أحمد ترجيح الكثرة فاستقرأ أبو الفرج بن رجب هذه القاعدة وهذه من تفريعاتها ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر نعم قوله ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر هنا عبر المصنف بالتهجد وهو القيام الذي يكون بعد النوم والحديث الذي ورد فيه حديث بن عمر رضي الله عنه في الصحيح مسلم من فاته حزبه من الليل قضاه من النهر لعل مرادهم بقوله من فاته تهجده من فاته وطره لأنهم قالوا إنما يقضى الوطر دون معده هذا احتمال الاحتمال الثاني أن نقول إن قوله من فاته تهجده قضاه قبل الظهر لا يكون ذلك من باب القضاء بمعناه المعروف وإنما يكون من باب البدل فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث نعم في مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاته صلاة الليل صلاها ضحى أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام أخذ من ذلك أهل العلم أن صلاة الضحى تتأكد في حق من فاته ولم يصلي الليل أي قيام الليل في حين إذن لا يكون ذلك من باب القضاء بمعناه الاصطلاحي وإنما من باب معنى البدل أنه يستحب له أن يصلي الضحى مكان التهجد وهو ظاهر الحديث نعم وتقدم في سجود السهو من نوى عددا فزاد عليه نعم تقدم نعم وصلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائمة نعم قوله صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائمة بناء على ذلك يدلنا على أن صلاة النافلة جالسا صحيحة ولو كان الشخص غير معذور إلا المعذور إلا المعذور فإنه يحصل على الأجر كاملا لحديث المعروف في الصحيح أن العبد إذا مريض أو سافر كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما ويسن أن يكون في حال القيام متربعا انظروا هنا أنا سأذكر بعض المضمرات وهي مهمة لفهم المسألة القادمة قوله ويسن أي ويسن للمعذور وغيره إذا صلي أن يكون في حال القيام متربعا جلسة التربع هي التي يجلسها أكثر الحاضرين وتعرفونها ولا تحتاج إلى شرح لماذا هي مستحبة لفعل الصحابة ونقل أن النبي هكذا فعل لكن الثابت أنهم فعل الصحابة رضوان الله عليهم وهي مستحبة في هذا الموضوع وهي أفضل الجلسات وقوله ويسن يدلنا على أن الجلسة غيرها من سائل الجلسات جائزة فلو جلس مفترشا أو جلس على كرسيين أو جلس محتبيا كما فعل بعض الصحابة والتابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز فإنه يجوز له أن يصلي لأنه يسمى جلسة طيب قال فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع وإن شاء ركع من قعود يقول الشيخ إن الشخص إذا صلى جالسا سواء كان لعذر أو لغير عذر والأصل أنه لغير عذر هنا لأنه لا يستطيع القيام من صلى لغير عذر ثم أراد الركوع فإنه في هذه الحالة مخير بين صفتين إما أن يستتم قائما ثم يهوي من قيامه للركوع وهذا معنى قوله فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام أي استتم قائما ثم ركع وإن شاء جاز له أيضا ركع من قعود يعني يقوم من قعوده راكعا لأن قعود هنا بدل عن قيامه وقد سقط عنه قيامه إما لعجزه أو لكونه نافلة فيقوم حينئذ ويركع هذه مسألتنا المسألة المشكلة في التي ستأتي نعم لكن يثني رجليه في الركوع والسجود نعم قوله لكن يثني رجليه في الركوع والسجود طيب نحل ألفاظها ثم أذكر المضمرة فيها قوله يثني رجليه معنى يثني رجليه يعني يرد ركبتيه إلى القبلة فيجعل ركبتيه متجهة للقبلة وهذا التفسير الذي ذكره أهل العلم هو الذي ورد في الحديث وإن كان في غير هذا السياق فجاء في حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نبه على سهوه في صلاته قال فثنى رجليه ثم سجد فقوله فثنى رجليه أي توجه فثنى ركبتيه ثم سجد فثني الركبتين والرجلين معناه أن يوجه الركبتين وأن يردهما إلى القبلة يرد القبلة مثل حالة الافتراش أو حالة التورك ولم يصب ليذكر افتراش ولا تورك لأنه مخير بين الافتراش والتورك والإقعاء كله يعني داخل في معنى ثني الرجلي طيب قوله ثنى رجليه في ركوع والسجود أو في الركوع والسجود أما السجود واضح فمن صلى جالسا فإنه يثني رجليه هذا هو الأفضل في حقه أن يثني ولا يجلس بالإيماء في السجود وهو متربع فالأفضل له أن يثني رجليه فإنها أشبه بهيئة السجود وأما الركوع فبعض أهل العلم قال إن الركوع أشبه بالسجود من جهة أن كليه ما فيه إيماء وقد جاء عن أنس أنه كان يثني رجليه في الثنتين وهذا الذي احتج به أحمد ومن أهل العلم قال إن الركوع فيه شبه بالقيام من حيث صفة القدمين في الركوع والصفة الساقين مع القدمين أنها تكون منصوبة في القيام وفي الركوع وذلك قالوا إنما يثني رجليه في السجود وأما في الركوع فيكون متربعا ذكرت هذا لكي نعرف أن المستند الأثر وهو أثر أنس والمستند كذلك المعنى في قضية الشبه فيكون هذا من باب الإلحاق بالشبه قياس الشبه ألا هو ملحق بالسجود أم ملحق بالقيام طيب محل ذلك ما هو نقول محل ذلك لمن كان قد صلى قاعدا وهو عاجز عن الركوع والسجود فيكون قول المصنف لكن يثني رجليه في الركوع والسجود الظاهر أن مراده ومرد الفقه أن ذلك إنما هو للمعذور فقط وأما غير المعذور الذي يصل النافلة جالسا فإنهم قد صرحوا في مواضع أخرى أنه إنما رخص له في ترك القيام فقط ولم يرخص له في ترك الركوع والسجود صرحوا به في غير هذا المحل فحينئذ نحمل ما صرحوا به في ذلك الموضع ونحمله هنا فنقول فيكون قوله ويثني رجليه لمن جاز له أن يأتي بالركوع والسجود جالسا فلا يكون الإيماء إلا المعذور فننتبه لهذه المسألة نعم ويعجز له القيام وإذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه نعم يقول لو ابتدأ الصلاة جالسا في النافلة ثم أراد القيام أو العكس فهو جائز نعم لأنها بدل ولا يصح من مضطجع لغير عذر نعم لا يصح صلاة النافلة ولا الفريض بأولى للمضطجع إلا لعذر والعذر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وهذا هو صلاة المضطجع وسيأتينا تفسيره في صلاة ذوي الأعذر وله وله أن يصح وله يصح ويسجد إن قدر عليه وإلا أو ما نعم قوله وله أي ولل معذور يصح أن يصلي مضطجعا ويسجد إن قدر عليه يعني وله أن يسجد إن قدر على السجود من اضطجاعه فيقوم من اضطجاعه ويسجد ولا يلزمه الجلوس للسجود قال وإلا أو ما هنا تصريح بأن القادر على السجود يسجد ولا يوم فدل على ما ذكرت لك قبل قليل من حيث تقييد المسألة السابقة نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا الجزء المطلوب وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم اليوم نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم